طيب. آآ السلام عليكم الشباب. كيف الحال؟ مساعد سير عليكم. ان شاء الله طيبين. آآ طيب هنواصل الليلة في الورش بتاعك ان شاء الله حيكون معنا الليلة دكتورة سارة. في ورش التحليل تحليل البعينات الاقتصادية والادارية. طيب آآ بالنسبة الدكتورة سارة هي شغالك تعمل كاستاذ مساعد في مدرسة العلوم الالتارية في جامعة الفرقون. عندها خبرة اكتر من عشرة سنوات في في المجال. عندها مجموعة من الشهادات اللي هي على الصعيد المهني وعلى الصعيد الاكاديمي. ما هي حصة على حصة على دركتورة في دارة الامال من جامعة وساكا اليابانية. دكتورة سارة برضو آآ عندها شهادات آآ شهادات عديدة في مجال التحليل البيانات. طيب آآ مزيل شهادة تحليل البيانات شهادة تحليل البيانات من المعحدة الدولي تحليل الأعمال اللي هو الـ lifetime of businesses administration certificate of business and data analysis. وشهادة شهادة من جوجل اللي بفرضو في تحليل البيانات وشهادة المهنية في علوم البيانات دكتور سار الليل هتكون معانا إن شاء الله وأتمنى إليكم إنكم تستفيدوا قضوا وقت طيب والمايك معك سلام عليكم ورحمة الله مرحباكم جميعا شكرا يا أيمن على التعريف أنا سعيدة إنه أكون موجوده معاكم اليوم في الورشة بتاع تحليل البيانات الاقتصادية والإدارية وأتمنى إنه أقدر يعني أشارك معاكم خبراتي المهارات اللي اكتسبتها وشنو الحاجات الآن أغلط فيها أنتو تتفادوها عشان تمشوه إن شاء الله في المجال بتاع تحليل البيانات بطريقة ممكن تكون سموث أكتر من الأنوار ربع طيب نعمل شير بسم الله نبدأ كتعريف سريع أنا خاصة على دركة البكالوريوس والماجستير من جامعة الخرطوم والبي اتش دي من جامعة أوسكا حاليا شغالة كأسيستنت بروفيسور في جامعة الخرطوم ومدير مركز ريادة الأعمال برضو تتابع للجامعة وعلى الصعيد بتاع تحليل البيانات عندي relevant certificates هي دي ما موضحها قدامكم واللي هي حنتكلم عنها إن شاء الله برضو بتفصيل شوية لما نجي للجزئية بتاعت في السجم بتاعتنا اليوم طيب حنتكلم أول حاجة عن الـ data analytics overview واللي هي الـ umbrella term البيجمع تحتيه كل المهام أو كل الـ processes بتاعت الـ data analysis وغيرها زي ما نشوف قد شوية بعدين حنتكلم عن الـ data analysis process and techniques حنتكلم بعديها عن tools الممكن نستخدمها في data analysis وبعدين نمشي شوية نشوف شنو السرتيفيكيشنز الموجودة والكارير رودماب الممكن أنت تاخده عشان تتخصص في المجال ده وحنختم بـ case study صغيرة كده ما فيها تفاصيل كثيرة بس عشان الزمن ما يطول شديد طيب نبدأ في البداية بالـ data analytics overview قبل ما نتكلم عن data analytics عايزين نشوف شنو هي طبيعة البيانات لما نتكلم عن economic and business data البيانات ممكن تجي في شكل observations اللي هي بتكون unstructured يعني ما مرتبة بشكل معين بتكون unstructured و qualitative غالباً اللي هي أشهر مثال لها الـ customer feedback يعني أنت لما تعمل review product معين بين products اللي أنت بتبيعه بعدين الـ feedback اللي بيجي بيكون في شكل qualitative data مثلا تكست بتكتب الناز مثل reviews مثلا بتكون على product في مواقع مثل Amazon مثلا أو أي online shopping فدي بنسميها observations النوع الثاني هو facts facts بتكون objective objective بمعنى إنها ما تخضع لتقييم شخصي هي واضحة objective and verifiable قابلة للverification نقدر نتحقق منها بتكون عبارة عن data points مثال ليها مثلا عدد الوحدات المباعة لما نتقول نحن بيعنا الشهر ده مثلا ألف وحدة فدي ما وجهة نظري this is a fact ف ده النوع التاني من البيانات الممكن نحن نتعامل معها في economic and business data آخر حاجة عندنا information الانفورميشن دي بتكون لفل أعلى اللي هي بتكون processed organized or structured data ممكن تكون عبارة عن observations or facts منظمة بطريقة بتخليها structured بمعنى إنها موجودة في شكل مثلا صفوف وأعمدة في شكل table معينة فهنا بكون حصل لها processing فده النوع الثالث ومثال لهم مثلا نعمل report أي نوع من report مثال market research report في الحالة دي بنكون نحن جمعنا مدموع من البيانات عن الاندستري مثلا عن الكمبيتترز عن غيره ورتبناها في شكل معين بعد ما حصل لها processing وorganization فدي الأشكال بتاعة البيانات نحن نتعامل بيها لما نتكلم عن economic and business data analysis طيب نجي نشوف تعريف data analytics وقلنا data analytics ده هو المجال الكبير ال data analysis دي حاجة جواه طيب ال data analytics حسب التعريف بتاع ال International Institute of Business Analysis ال IIBA هو practice أول حاجة it is a practice by which a specific set of techniques competencies and procedures are applied to perform continuous exploration investigation and visualization of past and current business data for the purpose of obtaining insights about a business that can lead to improved decision making طيب تعريف طويل شوية وفي كلام كتير أنا خذت underline تحت business لأنه هو تعريف بتاع business data analytics حسب ال IIBA لكن نحن ممكن هنا الحتة بتاعة ال business دي نخد فيها economic and business خلاص أو نعتبر as general data بس ممكن نشيل ال business خالص طيب عشان نفهم التعريف ده بطريقة أفضل أنا دائما بحب الحاجات عمل ليها illustration فهنا نحن نتكلم عن data analytics as a practice ال practice ده هو حاجة كبيرة بتجمع مجموعة من التكنيكس و ال competencies و ال procedures لما نتكلم عن التكنيكس معناها طريقة معينة في العمل يعني مثلا في analysis techniques عندنا techniques معينة بنستخدمها ال competencies دي بتكون يعني بيمتلك الشخص هو نفسه data analyst أو business analyst فدي ال competencies بتكون عنده وآخر حاجة ال procedures بتكون مجموعة من الخطوات الهدف مننا إنه يكون الطريقة اللي حتشتغل بها معروفة فهي بتكون procedure معينة إنه مثلا لما تريد تعمل exploratory data analysis لازم تبدأ بك كده وبعدين كده عشان طريقة تكون موحدة ما يجب يشتغل براه فدي ال cornerstones الأساسية في ال practice التكنيك وال competencies وال procedures دي بنعمل بها شنو بنطبق عشان نعمل continuous exploration investigation and visualization يعني نحن لما نمشي في التحليل ما بنمشي مرة وحدة الحاجة بتكون في شكل cycle أي نعم إنها ممكن تبدأ من هنا زي ما هنشوف بعد شوية في ال process بتبدأ من هنا وبعدين بترجع ثاني لكن في أحيان كثيرة بتحصل إنه من خطوة للخطوة البعدي هات تضطر ترجع ثاني للخطوة السابقة عشان مثلا تتضع more data to verify the analysis المهم إنه شنو العملية ما خطية تماما هي cycle وإنت كل ما تلقى إنك محتاج ممكن ترجع للخطوة القبيرة فال tasks دي اللي هي exploration والinvestigation والvisualization بنعملها لمجموعة من ال data ال data دي ممكن تكون past أو current لما نقول current هي ما مقصود بها إنها هي يعني as يعني life طبعا ما ممكن نعمل analysis على future data لأنها لسه ما جاء ف in principle بالمنطق كده أي data أنت تعمل لها analysis معناها هي in the past موجودة في مكان ما وإنت عملت عليها analysis معناها هي past data لكن المقصود هنا إنها إما تكون حديثة يعني ممكن تكون data بتاعت اليوم أو بتاعت الشهر فإحنا هنا بنقصود إنها في المرحلة إننا عايزين نتخذ فيها القرار دا المقصود ب current أو past في مراحل سابقة نحنا ما محتاجين نتخذ فيها قرار لكن بتفيدنا في التحليل فده المقصود ب past to current لأنه كل الdayta اللي انت هتشتغل عليها هي حاجة خلاص حصل تمام طيب كل الحاجات اللي هنعمل دي هنصل بها ل insights insights اللي هي بيترجموها رؤى أنا صراحة ما لقيت لها ترجمة ثانية أحسن لكن insights إنه شنو تصل يعني ممكن نقول آراء مختلفة هي يعني ما بتكون آراء بينما ينا data based لكن بتكون شنو يعني نتائج ممكن نقول نتائج نتائج بتوضح trends معينة أو relationships شكل العلاقات بين متغيرات معينة أو غير طيب كل الحاجة دي هنعمل ليه to improve the decision making process يعني إذا الاناليسس ما ساعد في اتخاذ القرار بشكل واضح هنا ده ما أدى الغرض بتاعه غالبا بيحصل يعني الناس اللي يكون مبتدئين كdata analysts بيحاولوا يركزوا أكتر في أنه يعملوا مثلا analysis مبهر أو يستخدموا techniques sophisticated خالص في analysis عساس أنه يظهروا مهاراتهم لكن ده ما المقصود المقصود في النهاية أنك تساعد متخذ القرار في أنه ياخد قرار صحيح أو أصح قرار ممكن باعتبار أنه نحن نتعامل مع قرارات نتائج ما معروفة حاجة في الماضي فنحن بنحاول قدرا مستطاع نقلل uncertainty نقلل مثلا complexity بتاعت الحاجة نحن بندرسها عشان نحسن عملية اتخاذ القرار تمام فدي data analytics بشكل كبير يعني كpractice as a whole طيب نجي لل data analytics types عندنا four types أول حاجة descriptive analytics هي بتوصف الحاجة الحصل خلاص what has happened الdiagnostic analytics بتفسر الحاجة الحصلة اللي هي why did it happen هالمعينة بعدين عندنا predictive بتتنبأ بل ممكن يحصل بناء على الحاجات الحصلة what is likely to happen وآخر حاجة عندنا الprescriptive اللي هي بتوصف العلاج أو بتعالج يعني بتدي وصفة معينة خلاص اللي هي what should happen if we do كذا أو what should we do to achieve كذا خلاص فدي الأربعة levels من data analytics وبنلقى إنها هي مرتبة بترتيب منطقي بكل ما زادت الcomplexity بتاعتها في المحور عندنا السيني كل ما زادت الcomplexity بيزيد الvalue بتاعتها فأبسط نوع هو descriptive بعدين الdiagnostic بعدين الpredictive وآخر حاجة descriptive وكل ما تزيد الcomplexity بتحتاج إنت كأناليست مهارة أعلى وبتحتاج لتولز متخصصة أكثر النوعين الأوائل بتعاملوا مع الpast data خلاص أو بتعاملوا مع شنو مع نحن زي ما قلنا كلهم بتعاملوا مع data in the past لكن الpredictive اللي بتعاملوا منه in the past إنه زي ما قلنا إنه يوسف الحاجة الحصلت what has happened and why did it happen الاثنين الثانيات بيتكلموا عن future اكثر أو directing future اللي هي الpredictive إنك تتنبأ بالحاجة اللي بتحصل الممكن تحصل بناء على الحاجة اللي حصلت والpredictive اللي هي بتوصف إنك أنت يعني مفروض تعمل شنو عشان يحصل كذا خلاص اللي هو scenario management مثلا إنه عشان نحصل كده يعني لو عايزين نزيد المبيعات بنسبة معينة مفروض نعمل كده لو عايزين مثلا نقلل التكاليف مفروض نعمل كده وهكذا فدي بتاعة الاناليتيكس طيب نجي نشوف أمثلة عشان شوية الفكرة توضح أكتر أنا هنا خدت أمثلة في economy أو economics وأمثلة في business نمشي فيهم سريع بس لأنه عندنا لسه حاجات كثيرة مغطيها طيب حنبدأ من تحت إذا تجروا معي هنا في ال سكرين حنبدأ من اليسار اللي هو economics تحت بالترتيب بتاع البداية لأنه أنت أصلا عشان مثلا تصل للترتيب لازم يكون عملت عناليسي للترتيب فمن البداية مثلا هنلقى مثال للترتيب هو أناليسي جي بي جي بي جي بي جي بي جي بي جي بي لأنه لنفهم الترتيب فلما نجيب مثلا نشوف خلال عشر سنين الفاتت كيف كان الترتيب بالنسبة للجي في دولة معينة هنشوف أنه كان كيف فهنا بنوصف ما حدث خلاص الأمثلة لا تسلسل بتاع نفس الحاجة خلاص هي أمثلة مختلفة في الدياغنوستيك مثلا بنشوف كيف نحدد الرؤية من المعينة في البلد عايزين نشوف شنو السبب المعينة بتاعته شنو المعينة بتاعته ممكن تكون شنو هل في سبلي تين ديسروبشان حصلت ولا التغيير فهنا الهدف بتاعنا إنه نحن نجاوب على سؤال why why did it happen حصل حاجة معينة لي حصلت فهنا بنشوف رؤية أكثر وكوزالتي أكثر من إنه نشوف بس ديسكريبشان البعدي ها اللي هي التنبأ بحاجة في الماضي فمن نعمل موديل مثلا يعني عندنا اتفاقية تجارية مثلا trade agreement أو أي حاجة فنحنا عايزين نتنبأ إنه والله يا أخي البوليسي المعينة اللي هتتغير دي ممكن تأثر على الإيكونومي أو معينة كيف ممكن تأثر عليها فهنا ده نتكلم عن وبعد ذاك عندنا اللي هو عايزين نوصف حاجة معينة حيكون عندنا for example suggest the most effective mix of fiscal and monetary policies to achieve targeted inflation and employment goals لو عايزين نحنا مثلا في الخطة بتاعة البلد إنه within عشرة سنين المسلا 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 يقل بنسبة كده شنو الحاجة نحنا مبتاجين نعمل شنو الوليسي that should take place عشان الحاجة دي تقصر فده مثال لل بالنسبة البيزنس حلا بدأ ثاني برضو منتحد لما نعمل report on sales أو profit figures for a company للفترة أو financial reports مثلا دي تعتبر descriptive لما نجي نشوف analysis customer عشان نحدد شنو هي الproducts اللي كانت مور popular فهنا ده بيعتبر diagnostic ديري نشوف شنو الحاجات الخلت product معينة تكون مور popular than فده يعتبر diagnostic حنجاوب على شنو على why why did it happen لما نجي نشوف نتوقع أو to plan changes in demand وبناء عليه ونعمل optimization للمخزون فهنا نحن نتكلم عن prediction ودي classic example يعني بالنسبة لل supply chain إنك أنت دائما بتحاول تتنبأ بالدمان عشان تقدر تحدد the levels of inventory المفروض أنت تحتفظ بها كمنشعة وآخر مثال بالنسبة للbusiness هو إذا نحن عايزين نحدد optimal pricing strategies لproduct أو service بناء على demand elasticity أو competitor analysis حنشوف إنه مثلا نحن عندنا competitors معينين عشان نحن نحافظ على مكان في السوق فهنحتاج نعمل pricing strategies مختلفة أو demand elasticity إذا الdemان بيتأثر بنسبة كبيرة أو بنسبة أقلة بالسعر فهنا كيف نحن نقدر نزبط الفاكتر المتعلقة بالprice وبالتالي نحدد pricing strategies المناسبة عشان نصل للنتيجة نحن نحن نزل تمام طيب بعد ما أخذنا فكرة عامة عن data analytics حنشوف data analysis مكان من data analytics زي ما شفنا إنه data analytics هي broad field of using data and tools to make business decisions لما نجي نشوف data analysis هي subset of the data analytics include specific processes ونحن نشوف ها بعد شوي إن شاء الله فهي الفكرة إنه نحن كل التول المستخدم في analytics هدفة إنه إما تتست the theories أو تستبع causality هي سبب المسبب ولا تتستبع data driven insights عشان في النهاية قلنا الـ optimal goal إنه inform the decisions إنه التسجيج تكون مبنية على بيانات مبنية على analysis وتساعد في تحسين quality بتاعت الـ decisions بطريقة واضحة عشان نقدر نجاوب عليه بعدين بنعمل analysis هو المجال نحن بنشتغل فيه حسي حاليا وهنا نتكلم عن data analysis وبعد ما نخلص الـ process كامل بتاعت data analysis بنعمل influencing decision making ونحن لما نقول influence ده لأنه في نقطة مهمة لازم انتبه لها data analyst إنه إنه ك data analyst ما قرار إنه هو يصل لقرار أفضل فإنت ممكن بعد ما تعمل analysis وتطلع الـ report وتطلع الـ recommendations بتاعتك وكل حاجة وتكون ماشا في direction معين ممكن متخذ القرار يغير رأيه يقول والله يا أخي أنا I data بتقول كده لكن أنا عندي إحساس أو من خبرتي أو هاخد قرار مختلف وأحيانا يعني ما شرط إنه الحاجة المبنية على بيانات تكون هي الأصحة لأنه زي ما قلت نحن نتعامل مع events in the future فممكن الـ data تكون pointing لحاجة معينة لكن تحصل عوامل خارجية تخلي الحاجة المتوقعة بناء على analysis بتاعنا ما هي تحصل فإنت كdata analyst وظيفتك محصورة في إنك أنت to answer the formulated questions اللي هي في المرحلة فإنت مهمتك محصورة في إنك to conduct the analysis وتطلع بالrecommendations المناسبة حسب ما قالت لك البيانات يعني أنت هنا بتمشي مع البيانات حسب ال insight اللي هي بتقول لك طيب في الحجة بتاعت الاناليس عندنا البروزس بتاعت الـ data analysis ما الاناليتيكس الاناليتيكس هي كلها العملية كلها من إنه نحن نبدأ to identify the questions لحد ما نأثر على اتخاذ القرار ده كله data analytics الاناليس بتبدأ بالdata collection preparation exploration visualization modeling وآخر حاجة reporting واللي هو ال reporting ده بنشيله بعددك بنديه لل decision maker على اساس إنه نحن to influence the decision making process تمام فدي هنا ال process بتاعت data analysis حنمشي بعددك نشوف data analysis process and techniques كيف نحن الحاجة دي بنعمله قبل ما نمشي تقريبا في اسئلة كان واللي حاشف في messages آآ يعني شنو نجي ده أوك تمام خيب data analysis process and techniques زي ما شوفنا data analysis process بتبدأ من data collection وبتنتهي بالreport خلاص في كل خطوة عندنا حاجات معينة نعمله و data analysis لازم يكون ملم بجزء كبير من التفاصيل الموجود هنا أحيانا إذا كانت مثلا المنشأة كبيرة أو المشروع كبير ما ما بيكون data analysis ما بيكون data collection براو عدك data analysis أو exploration و visualization بيكون ناس تعنيين الreporting بيعمل مختلف وهكذا لكن in principle دي الخطوات اللازم يمر بها تمر بها data عشان تصل للمرقة النهائية إنها تكون مساعدة في decision maker طيب هنشوفهم واحدة ونشوف التفاصيل المتعلقة طيب أول حاجة data collection هي to identify and gather relevant data from multiple sources هنا المال sources of data ممكن يتقسموا ل primary sources و secondary sources طيب دي تقريبا كان يتكلم تكلم عننا في السشن بتاعة المنهجية البحث ومعروفة اللي يجوزه كبير من الناس إنه المجمعة مخصوص ما بتكون موجودة في أي مكان نحن بنجمع لأغراض البحث وال secondary data بتكون موجودة في الانترنت في أي حتة المهم إنها هي موجودة لكن ممكن تكون مناسبة أو غير مناسبة أو ممكن أحيانا تكون مناسبة جزئيا للحاجة نحن عايزين نشتغلها فما بتكون زي مفصلة 100% على الاحتياج بتاعنا أحيانا بنكتفي بال secondary data بتكون كفاية بنعمل لها بعد ذلك كpreparation في الخطوة الثانية وبنقدر من خلالها بنجاوب على الأسئلة بتاعتنا في أحيان تانية بتكون ما كافية فنحن في البداية بنبدأ بإننا نشوف ال secondary data ليه؟ لأنه هي طبعا تكلفة جمعة أقلة باعتبار لها already available والزمن المفتاجين عشان يتحصل عليها أقلة ما زي primary data فال two factors الزمن والتكلفة دائما هما بيحددوا إنه نحن نعمل شنو في البداية بنعمل assessment لل secondary data الموجودة إذا كان ب manipulation معين قدرنا نحن نستخدم عشان نجاوب على الأسئلة بتاعتنا فالأفضل إنه لمشي بيع إذا لا بعد ما عملنا data واللي هي بتجمع خصيصا لأغراض البحث اللي نحن شغالين فيه أو لأغراض الاناليس اللي نحن نعمله وبتكون في شكل surveys مثلا pools interviews أو لتجلب تكنيك دي اللي هي بتجيب experts ويتقوم بتسألهم من آراء ومن حد ما تصل ل consensus إنه ناس تجمع على حاجة معينة focus groups بتجيب جزء بسيط من الناس مثلا إذا عايز تجيب potential customers وتقوم تسألهم يعني أسئلة وتحاول تطلع منهم بأكبر قدر ممكن من المعلومات عشان تقدر تقييم وهكذا فدي بتكون بيانات بيتم جمعها خصيصا لأغراض البحث بنمشي بعد ذلك لخطوة البعضية اللي هو data preparation بعد ما جمعنا الديتا حقتنا كلها سواء كانت كلها secondary أو كانت جزء من secondary وال primary أو كانت primary بس إذا الحاجة دي مثلا جديدة ظاهرة جديدة ما في أصل studies سابقة لها فنجيب كل الديتا دي ونعمل لها حاجتين أساسيات خلاص عندنا data cleaning وال data rambling طيب في الاثنين دي بيقعوا تحت data preparation إنه نحن عايزين نجحز الديتا for further analysis الفريق بين آخر الديتا هي تقريبا data cleaning بتجي أول أنا ما عارفة لأي الفكر قطيهم بالعكس المهم الديتا cleaning إنك بتتخلص من errors وال inconsistencies والmissing values بشكل أساسي المissing values واضحة إنه في ديانات ما موجودة يعني مثلا إذا عند القائمة بتاعة customers عايز تتواصل معهم أو عايز مثلا تتشوف الفيتباك بتاعهم وفي جزء منهم الـ contact information حقاتهم ما موجودة أو الـ personal information حقاتهم زي العمر والجندر والحياة ما موجودة فدي بتعتبر missing values وفي طرق كثيرة للتعامل معها نحن ما نقضيها في السشن فعاتنا في برضو identifying and correcting errors بطريقة خطأ مثلا جندر كاتب mail بدل في النهاية في e مع e مثلا ده خطأ خلاص وفي الـ الـ لما يكون في حاجة مفروض تكون يعني بيانات مفروض تكون بنفس النصف مثلا لو أنا سألت في استبيان أنه أنت مكان السكن وين وفي ثلاثة أشخاص ساكنين في الفرطوم واحد كتب لي فرطوم واحد كتب لي مثلا KRT واحد كتب state of خطون خلاص فكل واحد كتب هي نفس الحاجة هم كلهم ساكنين في الفرطوم لكن كل واحد كتبها بطريقة مختلفة فهذه بتعتبر inconsistency إنه هي نفس الـ الـ لكن معبر عنها بطريقة مختلفة فهذه بعدين بتعمل مشاكل في الـ عشان كده لازم يتم تعديلها قبل ما نمشي من خطوة لجد بالنسبة للـ wrangling طيب نخلص في data cleaning data cleaning هدفة إنه نتخلص من errors وال inconsistency زي ما شوفنا على أساس إنه نصل لـ و accuracy أعلى من data يعني الـ data تكون clean الرangling بيتم على data already cleaned يعني بشكل أساسي لازم الـ data تكون already cleaned حتى إنه نحن بنعمل مهام إضافية زي المرج والري شيف والأجري يعني مثلا إذا أنا عندي تاريخ تسجيل عملية معينة مثلا عملية الشراع فأنا التاريخ ده موجود عندي بالصيغة الكاملة اللي هو باليوم والشهر والسنة والتايم ستام اللي هو فيه الساعة والدقيقة والثانية مثلا خلاص فده كله موجود في كوليم واحدة اسمها date مثلا purchase date للتحليل لو افترضنا إنه أنا عايز أشوف أكتر أيام الأسبوع اللي بيتم فيها الشراء فما هكدر أتعمل مع date كوليم زي ما هي هاتطر أفصل هاتطر أخذ اليير في كوليم براها المن في كوليم براها والday في كوليم براها وبعد ذا كالتايم ممكن برضو أقسمه إذا أنا عايز أشوف التحليل إنه مثلا إيات ساعة من اليوم فيها عملية الشراء أكتر ففي الحالة دي أنا بعمل شنو بعمل reshaping للبيانات بشكل مختلف خلاص أو اللي هي بسموها ما ما فاتر إنجنير دقيقة اسمها شنو variable factor نعم إنه إنه بتغير بتعمل creation لvariables جديدة خلاص فهنا في الحكة دي إنت كان عندك one column عبارة عن data عبارة عن date وقسمت لستة columns ثانية اللي هي زي ما قلنا ما قسمها بالتقاصيل بتاع التاريخ كل خلاص ممكن تعمل aggregation اللي هو لو في بيانات كانت موجودة بوحدات أصغر تقوم تجمعها مع بعض أو ممكن تعمل merging اللي هو لو مثلا الأسماء مكتوب first name فدي بتتم data wrangling العمليات بتتم على clean data لأنه لو عملتها على data لسه ما clean حتجوض الحكاية زيادة لازم تأكين إنه تكون clean في البداية بنجي بعد ذلك بنعمل الرangling if necessary يعني أحيانا ما بكون محتاج لها بزات إذا التحليل كان بسيط والدات كانت جاهزة فهم تحتاج لتعمل القطب الرangling لكن الهدف بتاع إنه تعمل تساعدنا في إنه نحن نحلل البيانات بطريقة موقفة وطبعا بتعتمد بشكل أساسي على الأسئلة التي تريد تجاوب عليها مثلا مهام بتاع data wrangling إذا البحث بتاعك أو الأسئلة بتاعتك مطلوب منها بيانات معينة وأحيانا ممكن ما تحتاج تمام يعني هي على السؤال اللي انت عايز تجاوب لكن data cleaning بتتم في كل الأحوال لشان تتأكد إنه data is clean وبرضو إذا كانت data pre-cleaned يعني أنت جايبة من مصدر ثاني والمصدر الثاني ده هو أرد عمل لها cleaning أنت بتعمل شكل لكن ممكن ما تحتاج إنك تعمل لها clean طيب بنمشي للخطوة البعديها بنستكشف الدات دي in terms of in terms of nature بتاع تهي وعندما نقول nature بنشوف غالبا الدستروبيوشن بتاعه هل هي normally distributed ولا هل هي skilled skilled يعني ما لاتجاه معين يعني for example أطوال الناس وأوزانهم بشكل عام normally distributed يعني حتلقى معظم الناس أوزانهم وأطوالهم في الوسط وبعد ذلك عندنا outliers اللي هي القيمة المتطرفة يكون في ناس طولهم أقل من الأبرج وفي ناس طولهم أعلى من الأبرج الdayta الممكن تكون skilled مثلا توزيع الأجور يعني إذا جبت الشركة وجبت عدد الموظفين اللي فيها كانوا مثلا 100 أفقى إنه المية دي في منهم يمكن 10% أو 15% دي top management فمرتباتهم عالية شديدة والباقي اللي هم الموظفين مرتباتهم أفرج فهنا حتلقى إنه الويتش أو المرتبات عموماً بتكون skilled to the right اللي هي بتكون أميل لإنه عدد أقل أعلى القيم بتاعته أعلى المهم دي تفاصيل تكنيكا الهدف من الساشن دي هي overview يعني فما حنفوش في تفاصيل كثيرة لكن هزول العارف يعني بتأكد له المعلومة زي ما بقول هزول ما عارف بيكون عرف المصطلح ممكن لإقدام لو مر عليه يعرف إنه جاي من فبنشوف distribution بتاع الديتا إنه هل هي normal هل فيها skewness هل فيها outliers وهكذا بعدها بنشوف summarization اللي هو بنشوف descriptive statistics للديتا لكل column اللي هو لكل variable كله كله متغير عندنا بنشوف المين assessment عام يعني لو عندي data بتاع الطلاب هقوم هعمل descriptive statistics هشوف أصغر زول عمر كم وأكبر زول عمر كم والآخر بتاع عمار كم بعد ذلك هشوف الدرجات مثلا أقل درجة كم وأعلى درجة كم والآخر بتاع الدرجات وهكذا فدي descriptive statistics بتديني نظرة عامة عن البيانات شكل كي بالنسبة البيانات بتكون numerical بنقدر نعمل لها tables بالنسبة البيانات الممكن تكون categorical اللي هي فئات يعني مثلا ABC أو فصول معينة أو مثلا ألوان باختلاف يعني مهم إنها categorism محاجر مية ممكن نعمل tables برضو لكن tables بتكون بتاع frequency إنه بتكرار بتاع كل فئة وفي كل الأحوال ممكن نستعين بالfigures اللي هو نحن الشكل بتاع summarization اللي بنعمله ممكن يكون شكل numerical أو graphical اللي هو شكل أشكال يعني figures طيب في المرحلة دي برضو ممكن نعمل dimensionality reduction طيب يعني شنو dimensionality reduction لما نكون عندي data set كبيرة فيها عدد كبير من factors أو variables بيكون مرات في variables بتشبه بعض يعني هو السؤال مختلف لكن بيشبه بعض يعني لو لو أخذنا فور اخذنا التقدير كاديميا مثلا لو أخذنا أنه الدرجة والتقدير مثلا وبعد ذاك المرتبة الخريت بها فدل بيشبه بعض وبيكونوا بيمشوا مع بعض يعني أنت لو درجتك أعلى أكيد حيكون بعد ذاك التصنيف بتاعك لو المعدل عالي حيكون التصنيف عالي وحيكون بعد ذاك الدرجة تخرج تبايا عالي فلو نحن في data set عندنا المعدل براو بتاع عن حاجة واحدة خلاص وزي ما قلنا إنه بيمشوا مع بعض يعني ما ممكن أنت يكون في طالب معدله أقل وفي نفس الوقت يكون التصنيف بتاعه عالي لا فدي حاجات بتمشي مع بعض فلما نجي هنا في الـ بنعمل شنو بنشيل الثلاثة ديل وبندمج بطريقة بتاع أناليسيس اللي هي إما بنستخدم عن نستخدم الفاتر في تكنيك ثانية لكن ديل أشهر فبنعمل شنو بنحول لفاتر واحد وندي اسم تاني نسميه أي حاجة ممكن نسميه الاداء الكاديم بعد ما كان ثلاثة فاتر نحن بالنسبة لنا هم كلهم يعبروا عن نفس الحاجة فحنضم كلهم في حاجة وحدي وندي ها اسم جديد فدي دا من شل تمام فهنا في دي الخطوة الثالثة اللي هي بتاعة الـ نجي بعد ذلك للـ اللي هو زي ما نحن شفنا هو ممكن يكون جزء من لأن وأثناء ما أنت بتستكشف في الـ حتحتاج أنك تعمل عشان توريك بطريقة أفضل بشكل عام بتوضح أربع حاجات أساسية هي إما الـ تقارن بين حاجتين أو توريك التوزيع بتاع الـ أو التكوين بتاع الـ تكسيمات بتاع الفئات جواها وآخر حاجة الـ بناء على أنك عايز تعمل شنو عايز توضح شنو بالغراف بتاعك بتقدر تختار الشكل المناسب للغراف هنلقى عندنا في الجزء الأعلى ده بيوضح الـ ممكن تستخدم في الـ كمبارزن تمام أنا حامش في الـ بسرعة لكن يعني تلقوه موجود ممكن تقروه برواغة في مفاعد فالجزء العلوي بيوضح الـ ممكن نستخدم في الـ كمبارزن والكمبارزن ذاته بيكون مقسم إذا أنت عندك ايتم شوية أو ايتم تقيرة إذا كان الـ بين أشياء ولا وهاكذا وحتلاحظوا إنه في تشارت متكرر يعني مثلا الـ بتشتغل إذا كنت عايز تعمل مقارنة بين ايتم امون ايتم أو إذا كانت ايتم ايتم برضو بتشتغل خلاص فالشارت ممكن تستخدم لحياة معين أو ممكن تستخدم يعني اللي أكتر من حاجة لكن في النهاية بيكون المبدأ الأساسي بتاع التشارت واحد اللي هو مثلا كمترز خلاص عندنا في الجزء اليمين عندنا 2 تشارت للدستروبيوشن اللي هو إذا كان فاريابل واحد بيورينا الدستروبيوشن بتاع الفاريابل الواحد أو إذا كانوا 2 تشارت ممكن نعمل سكاتر تشارت أو سكاتر بيورينا التوزيع بتاعه بالنحية الشمال عندنا نفس السكاتر ممكن نستخدمه للريليشنشيب عشان نوضح العلاقة بين اثنين وممكن إذا كان أكتر من 2 بيوريابل نستخدم البابل شارت وفي الجزء تحت عندنا الكموزيشن اللي هي الديتا بتتكون من شنو عندنا القاي شارت والتري ماب أو اللي هو ما موضح هنا لكن الفكرة بتاعته بتشبه التريما بعداك عندنا الستاكت والستاكت لين شارت اللي هما نفس الشارت الفوق لكن بطريقة بتوضح التوزيع داخل الريب تمام ده باب كبير يعني الديتا فيجولايزيشن ده وهده بيس لمحة سريعة عن انه نتنا كيف بنعمل الديتا فيجولايزيشن من شكل عام طيب بنجي بعداك الحتة دي فيها بيسموها برضو احيانا الاناليسيس خلاص ففي الحتة دي نحنا بعد ما عملنا الفيجولايزيشن والإكسپلورايزيشن وهل إكسپلورايزيشن ده بيكون إكسپلوراتي لديتا اناليسيس بيكون حاجة ابتدائية بس نشوف البيانات اللي عين لنا نحنا لحد دي هسي موصلنا للإنسايتس موصلنا للحتة اللي بتوصلنا للإنسايتس نحنا يا دوب بنستكشف في الديتا بعد ما جمعناها ورتبناها الجزئية دي بتاعة الموديلين هي زي ما بقوله العظم بتاع الاناليسيس العظم بتاع الديتا الاناليسيس بيحصل فيه شنو بنختار تكنيك معينة أو بيسموه موديل عشان كده يسمع موديلين نختار موديل معين بناء عليه نختبر البيانات خلاص نعمل لها اختبارات معينة وطبعا في قواعد بتحكم الحاجة دي في حاجات ممكن تشتغل يعني مثلا الريجريشن واللاناليس الاناليسي الممكن يشتغل لنفسي الحاجة في المشين لرنين هندي عنه لمحة سريعة بس بردو في أكتر من موديل ممكن يستخدم لنفس الديتا لكن بياتد نتقائج ممكن تكون مختلفة او متقاربة يعني او ممكن تجيز حاجات مختلفة تمام فانحنا برضو الحتة دي ده برضو باب كبير شديد فبرضو همشي فيه سريع انه بس ندي لمحة سريعة عن كل واحدة من التكنيك نبدأ بالcorrelation هي هدفة انه تتحرك الاسوسي يعني الحاجات الليها علاقة ببعض انه عندي بيتحركوا مع بعض اذا تحركوا مع بعض في نفس الاتجاه بيكون positive correlation لو ده زاد لو X زاد Y بتزيد اذا تحركوا مع بعض اتجاه معاكس يعني لما X تزيد Y بتنقص ده negative correlation اذا كانوا ما ليهم علاقة مع بعض بيكون في الحالة دي no correlation كله ده الcorrelation بمعاملة اسمه معاملة الارتباط تمام هو R فدي الفكرة انه نحن في حاجات بتكون في بين correlation لكن ما بالضرورة انه تكون causality او causation انه سببية يعني اذا انت بتطلع كل يوم الصباح بتمشي بشارع معين بتاع مواصلة وبيجي زول ثاني برضو بيطلع بيمشي بنفس الشارع بتاع مواصلة ده معناها انه اذا الاثنين بيمشوا مع بعض فهي positive correlation بين انه هما الاثنين بتحركوا في نفس الزمن كل يوم لكن ده ما معناها انه واحد مسبب للتاني فممكن اذا ما انه اذا التاني ما مشى معناها الاول ما حين يمشي ده ما مسبب تمام في امسلة كثيرة في الخطة دي لكن انا مثلا هنا المثال انه العلاقة بين العمر وال time spent offline انه في فئات عمرية ممكن تكون بتقضي زمن online اعلى اكتر من فئات عمرية تانية فدي ممكن يكون في association بين امت لكن ما شرط يكون سبب طيب الحاجة البعدي هي ال linear regression عموما regression فيه نوعين linear أو logistic regression طيب regression هنا بيشوف الانحدار هو اسمه الانحدار فهنا بيشوف السببية يعني نحن ما نقول في regression بنقول انه في سبب يعني انه x سبب في y ف عشان نحن أثبتنا السببية فبنقدر نقول انه prediction انه to predict a dependent variable اللي هو بيكون عندنا y to predict a dependent variable output based on the independent variables ممكن يكون واحد أو اكثر input يعني اذا x زادت بنسبة معينة y متوقع انها تزيد بنسبة معينة خلاص مثال لها انه to predict sales by ads advertisement expenses انه لو زدنا هنا عندنا sales هي y ال dependent وال x هي ad spend او ad expenses فاذا زدنا الانفاق على الاعلان حتزيد المبيعات فهنا لو نحن يعني عملنا establishment للعلاقة دي في الحال دي بنقدر نتنبأ بانه والله لو زدنا الاعلان باكده حديده ما بيعد كده وهكذا فهنا بنقول انه في linear relationship او انه بنستخدم linear regression عشان نثبت relationship بين variables دي ودي تقريبا اشهر حاجة اشهر مثود مستخدمة في البحوث الاكاديمية انا شخصين مرت عليه وعموما يعني regression هو اشهر طريقة بتاعة analysis أنا جاب نفس regression ده عنده نوع ثاني اللي هو logistic regression logistic regression فرقوا انه output بيكون اللي هو ال y بتكون واحد من اثنين فيه احيانا ممكن يكون اكتر من اثنين لكن ما عنده spectrum يعني في linear regression ال y ممكن تاخد اي رقم خلاص في logistic regression بتاخد فئات معين يعني مثلا yes or no او اشترى او ما اشترى في prediction خلاص ال customer مثلا المثال هو which customer will make purchase يلي هو prediction هنا بتكون النتيجة نحنا متوقعين هال y واحد من اثنين او زي ما قلت في انواع ثانية معدلة من logistic regression بتقبل اكتر من اثنين لكن ده برضو الاشحر فهنا logistic regression بعمل شنو بعمل classification للdependent variable اللي هو y بناء على الاندبند variable وهنا الاندبند variable اللي هو x ممكن تكون رقمية او فئوية يعني ما في تقييد في لكن الاندبند لازم يكون فئوية في الاندبند 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 المفروض يكونوا continuous او اللي هما رقمية يعني تكون variable تمام طيب بعد ذاك عندنا structural equation modeling والstructural equation modeling ده مهم بالذات لي أصحاب التخصصات بتاعت social sciences لي لأنه في social sciences والbusiness أكتر حتى من الاليكونوميكس بنتعامل مع variables ما بنقدر نقيسة بمتغير واحد يعني for example لو انت في المثال القدامنا ده هنا انه عندنا actual system use اللي هو آخر دائرة بالأزرق على اليمين فالactual system use ده ده الvariable ونحنا عايزين ده الwhy بتاعنا عايزين نقيس الvariables الكثيرة دي اللي هي perceived usefulness والperceived ease of use attitude towards using والbehavioral intention to use دي كلها variables أنا عايز أشوف تأثير على الactual system use فهنا لما نجي نقيس حاجة زي دي ما بنقدر نقيس بـ variable واحد واللي هي عادة الvariables اللي هنا بتكون أسئلة لما نتعمل questionnaire وتسأل الناس انه انه والله perceived usefulness هل انت شايف البروغرام ده useful فالسؤال ده براو ده يعتبر واحد من المستطيلات الصفر دي فعشان السؤال ده subjective بدرجة كبيرة والنتائج بتاعته بتكون يعني ما زي مثلا الوزن بتقيسه بيعنده قياس معين بالفئات المعروفة من الكيلوغرام أو بالأونس أو غيره فده ده قياس معروف الالتواج برضو مثلا الـ GDP والغيره بيكون عندها قياس محدد محدد هنا في البزنس بالذات والسوشيال الثانية مثلا السيكولوجي وغيره ما في قياس معين يعني المنقول انه والله الperceived usefulness اللي هو رأي الناس في انه الproduct المعين ده useful ما بقدر يقيسه بسؤال يصور نوع انت شايف useful ولا لا فبتقوم بتعمل اسئلة كم سؤال كلها بيكون يعني اسئلة موجهة على usefulness بعد ذات بتقيس المجموع حقهم فده هنا بنسميه structure equation اللي هو نفس اللي تكلمنا عنه لكن بنستخدمه للlatent variables اللي هو انه الvariable ما بنقدر نقيسه بvariable واحد يعني هنا زي ما شايفين كل الvariable عندنا عنده اكتر من قياس يعني اول واحد الperceived usefulness ده عنده خمسة measures بعدين كلهم الخمسة measures دي بدون نتيجة واحدة رقم واحد بيتاخذ بالمين او بيتاخذ بالطريقة الكاتستركش وكياس المودل انجل تمام فهنا for example انه predict the impact of social media usage on firm performance هنا الvariables انه نحن استخدم ما بيقدر نقيسه قياس مباشر مباشر فبرضو ده يعني من الاساليب بتاعة الاناليسس ال very very useful very impactful في المجال ده وعندها برنامج يعني مفيد جدا اسمه smart fearless منه الشكل ده ذاته معخود بسهل العملية يعني very intuitive وسهل جدا في الاناليسس ما هاد رأتكلم عنه لانه بره بره السكوبي بتاعنا لكن ده بس معلومة للناس الانترستي طيب نمشي للبعدي عندنا التكنيك ثاني اسمه التي تست طيب التي تست عندها ثلاثة نوع ممكن تكون one sample تي تست ممكن تكون independent samples تي تست أو paired samples تي تست نشوف كل واحدة فرقة من التاني بالنسبة للone sample عايزين نشوف هل بي فرق between جروب معين يعني بنجيب sample عادية وبنقارن بالpopulation بتاعها for example product performance claims لو قلنا إنه أنا عندي بطاريات الشركة قالت البطاريات دي بتعيش ألف ساعة مثلا أو خمسة ألف ساعة أو ثم فحنقوم حنجيب جزء من البطاريات ونختبرها ونشوفها حتقعد كم بعدين نقارن بالpopulation نشوف هل في فريق بين البرو بي بي شنو لا الاندبندن sample بيكون two groups عايدين نشوف هل في فروقات significant بيناتهم ولا لا يعني هل في فريق بين purchasing decisions بين النساء والرجال فحنقوم نعمل اختبارات معينة ونقارن two samples مع بعض لكن هما شنو هما independent samples يعني الرجال independent group والنساء independent group أو المهمة واتفر الـ variable نحن مختارين independent ممكن مثلا نقيس الأداء الأكاديمي بين two different classes مثلا plus A plus B وهات ال paired samples c test هنا بتشوف difference between two points in time بنسبة group واحد يعني مثلا ممكن تشوف salaries before and after obtaining higher degree هل زادت ولا لا هنا بيكون الgroup هو نفس الgroup لكن بتقارن بحاجة ثانية يعني نفس نفس الgroup بتقارن points حقتهم في أزمان مختلفة أو في conditions مختلفة ما شططون يعني بس زمن ممكن تقارن في conditions مختلفة فدي الفكرة بتاعت T-test هي بتشوف الفروقات على حسب بعد ذلك انه هي one sample one independent one pair بعدين عندنا analysis of variance analysis of variance بيشبه regression إلى حد كبير يعني وأحيانا حتى الناس بيستخدموا regression والanover نفس الاستخدام ففكرته برضو انه هو بنقدر نستخدم comparison في حين انه ممكن نقول انه استخدام اكتر او 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 ضح للفوزالة او الهو الهو طيب الانالسيس وvariance بعمل شنو من اسمه هو بيحلل الvariance فبيقارن two or more groups averages or variances يعني شوف الvariance بتاع two groups ويقارنوا ببعض for example هنا المثال عندنا اذا عايزين نقارن scores بتاع التفل الامتحان هنا معقوس scores من groups with three different education levels يعني عندنا ثلاثة groupات مثلا ناس بكالوريوس ناس ماجستير ناس دكتورة وكلهم اخذوا الامتحان فحنشوف هل الامتحان اثر على scores هل الناس عندهم بكالوريوس بس كان scores حقاتهم اعلى او اجلة او بتشبه باقي الeducation levels الثاني فده بيكون عندي ال independent variable اللي هو بيحدد بعد ذاك ال dependent variable نتيجة بتاع تكون كيف وممكن يكون ممكن يكون one way اللي هو variable واحد او two ways اللي هو اكتر من variable اكتر من independent variable وعندنا الانوفا والمانوفا اللي هي multivariate في المultivariate بتكون هي نفس الانوفا لكن الvariables بتكون مختلفة يعني هنا بيكون ال response variable اللي هو dependent بيكون اكتر من واحد فبرضو هي بتشبه الى حد يعني المانوفا دي في الريقراشن العادي ما أعفر انت في الريقراشن العادي بيكون dependent variable واحد هنا المانوفا بتسمح لك انه dependent variable يكون اكتر من واحد اذا حسيت انكم انتم طشيت ده احساس طبيعي جدا لانه دي كلها تفاصيل ممكن تكون very technical لمواضع كبيرة شديد انا بحاول بس اختصرك فالمفروض تطلعوا بيه من الستيشن دي انه والله في واحد دين ثلاث اربعة list of techniques والفروجات بيناته رفل كده انه دي بتستخدم لي كده واستخدم لي كده واستخدم لي كده فما الهدف انكم انتم تعرف التفاصيل بتاعة كل تكنيك بتاعة analysis لانه زي ما قلت دي هي اكتر حتة فيها تفاصيل في analysis ان شاء الله البرزنتيشن من هنا حيبدأ يمشي smooth شوية طيب الكاي سكوير ممكن يستخدم اللي استخدامين يعني الانتبندنس تست انه شوفو هل في فريق في علاقة بين two variables وعادة ال variables هنا بيكونوا الاثنين categorical variables يعني عايزين نشوف مثلا ال high stable authentication مع gender هل في اختلاف بين اتهم ولا لا وممكن يستخدم ثاني هو استخدم بتاع goodness of fit نشوف هل في اختلاف بين الحاجة observed versus expected يعني نحن متوقعين مثلا نبيع هي عندي expected مثلا باليمين متوقعين نبيع 20 40 60 80 من المعينة المعينة فبعدين بنشوف الactual وبنقارن الفروقات بين فده هنا بنستخدم فيه kai square اخر حاجة او قبل الاخيرة تقريبا هي time series والtime series دي بتاعة finance و economics اكتر ليه لانه هي بتاخد data points over period of time يعني بتاخد مثلا seasonality in sales for example انه المبيعات نفس الvariable يعني بيكون variable واحد وبعدك نعمل lew tracking over time نشوفه في كل مرحلة زاد نقص او كده فهنا مثلا شايفين انه الشكل بيوضح انه في كل فترة في ارتفاع والخفاض consistent يعني مع اختلاف بسيط لكن الارتفاع والخفاض consistent فدي لما انت شوف الشكل ده في data بتاعتك طوال تعرف انه في seasonality انه في اوقات بيكون فيها عالي وفي اوقات بيكون فيها منخفض والحاجة دي ثابت over time فدي من نسميها seasonality فالtime series بيوضح نفس لكن بيقيس على فترات غالبا بيكون فترات طويلة من الزمن يعني فشان كيف تستخدم زي ما قدت في الفاينانس مثلا يتابع المنشأ السيلز كده بيكون variable 1 over a period of time an extended period of time غالبا يعني ممكن تشتغل لفترات جسيرة لكن برضو يعني الفكرة انه نحن عايزين تتراك الحاجة دي over time طيب هذا general rule of thumb زي ما قوله كده indicator كبير يعني عام متين تستخدم اي technique technique كثيرة فهنا ده تكسيم بسيط في عوامل ثانية بتحدد انك انت تختار اي technique لكن بشكل عام اذا كان عندك categorical independent و categorical dependent ال variables المفترض انك تستخدم chi square او logistic regression تمام اذا كان dependent categorical برضو لكن ال independent quantitative ممكن تستخدم logistic regression اذا كان quantitative dependent quantitative وال independent qualitative ممكن تستخدم t-test او الانوفا او linear regression واذا كان الاثنين quantitative ممكن تستخدم correlation او linear regression زي ما قلنا ده بشكل عام بعدك فيه تفاصيل تانية بتحكم اختيار المثود او الطيب هنتكلم شوية شوية شديد عن machine learning لانه برضو بحر واسع يعني فما المشين learning بيقسم بشكل عام لي ثلاثة اكسام supervised supervised learning unsupervised learning و دي مكتوب غلط زي ري انفورسمنت خلاص ري انفورسمنت طيب الsupervised معناه شنو supervised معناه انو انت الناس اللي ما عرفين يعني اشنو وصل machine learning هو باختصار انو انت ما بتعمل programming explicit programming للمشين ما بتقول لها واحد زايد واحد تساوي اثنين تبقوم لما تجيها تاني واحد زايد واحد تتعرف انو تساوي اثنين لا انت بتدي data وبتعمل training لجزء من data يعني 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 ل data انو انت تعمل analysis وبعدين الاناليس توريه يعني تشوف الريزالت حقته ولما تجي تاني data بتشبه ال data دي يقوم الموديل يعرف انو بناء على الحاجات اللي انا عملت لها حساب قبل كده المفوضة نتيجة تكون كده يعني اذا انا عندي customers ال customers قمت اجيبت الريكورد بتاعت ال customers السنة الفاتح البيانات حقتهم مقسمة لعمر وجندر مثلا و location مكان السكن لقينا لما نعملنا analysis لقينا انو الفيميل العمر هم مثلا بين 30 ل45 وساكنين في المناطق في المنطقة ايه هم اكتر ناس يشترون فدي نحن عملنا analysis عديل ووصلنا للنتيجة لدي لما نتاني يجي كالسمر جديد بناء على الحاجة دي انا بقارن هل هو ميل او الفيئة العمورية بتاعته كم هل هو ساكن في المنطقة المعينة معدلة يعني حيشتري ولا ما حيشتري او معدلة الشراء حيكون بتاع وكم فدي الفكرة بتاعت المشين ديرني انو نحن بنجيب data وبنعمل عليها analysis اللي يسموه training للموضل وبعدين لما نجي ندي data جديدة هو براه بيعرف يصنع خلاص فدي الفكرة العامة بتاعت المشين ديرني هي نوع من من الاناليست يعني عادة ان الناس ما بتلجأ له الا إذا انت كنت data سنشوف علينا تكسيمات بتاع التال positions لكن كdata analyst ما بتشتغل بمشين العامة او حتى الاناليست اللي تكلمنا عنه ده في جزء كبير منه ما بتشتغل بيه كdata analyst يعني كtit المهم فالمشين learning فيه supervised learning و unsupervised learning و re-enforced supervised انت بتدي الموضل او اللي هو الصوفتوير يعني اللي بتشتغل بيه بيكون في data يشتغل عليها بناء عليها يدي نتائج الموضل المشفورة بتاعته هي regression الواحد بتاعتنا اللي تكلمنا عنه ده وال decision trees وال rand forest وبعدك classification من الموضل بتاعتك classification هو logistic regression برضو اللي تكلمنا عنه فدبشك العام انا ما حفظ بتفاصيل unsupervised learning فيه clustering clustering انه انت بتدي الموضل data هو بيقسم براو بيشوف وجه الشبه والاختلاف بينتهم بيقسم ال groups براو في برضو association analysis اللي هو برضو بيحاول انه يعرف لك الحاجات اللي بتشبه بعض مع بعض وفي hidden mark of model برضو بيستخدم ك unsupervised machine learning فعندنا الـ reinforcement ما مشهور شديد يعني ما بيستخدم كثير ويعتبر نوع advanced اكتر في machine learning الجزئية الفوق المحدد المستطيل الاول ده اللي هو continuous variables دي هنا بتستخدم فيها models دي والcategorical variables بتستخدم فيها models التحدي فده بس زي ما قلنا لمحة سريعة كده بس عن machine learning algorithms او models بتستخدم في analysis كل الكلام اللي كنا بتتكلم عنه ده ده model او اللي هو بيسمى analysis للdata اللي هو analysis جوة الprocess الكبير بتاعت data analysis بعد ما خلاص نعمل analysis بتاعنا ده ونصل للنتائج النتائج دي بنرتبه في شكل report لانه النتائج انت كsoftware حتطلعها حتكون يعني ما جاهز في شكل report فالخطوة الاخيرة هي بتكون reporting reporting يا اما انك انت تكتب report عديل بيكون فيه مثلا text وبيكون فيه graphs زي موجود على الجهة الشمال report عادي او ممكن يكون في شكل dashboard والداشبورد بتكون interactive اكتر ممكن تكون static لكن معظم الداشبورد بتكون interactive بتقدر تغير مثلا الفترة التاريخية العايز تشوف فيها المؤشرات بتقدر تغير اسماء وهاكذا تكون عندك طرية بتاع شنو انك انت تمشي تتحرك في البيانات دي شوية وتستكشف جزئيات معينة من البيانات ما يعني بتكون زي الريبورد لا بس كده زي ما جات خلاص فالداشبورد بتكون interactive الاثنين هما اشهر مثل يعني للريبورتي وبكده انت بتكون مهمتك انتهت من هنا بتدي الحاجات دي للدسيجن ميكر هو بعد ذاك بيشوف وبناء على الحاجات القدامه النتائج الانسايت الانتوصل التلادي بيقدر اتخذ القرار واللي هو يكون قرار افضل من لو انه ما ما تم الاناليسس طبعا فيه احيانا بيكون انك انت تعمل الاناليسس لانه زي ما شايفين البروزيس طويلة وبالذات اذا كان البروزيج كبير بتاخد زمن ممكن تاخد شهور ممكن تاخد سنين عسى انتصل لريزولت فاذا ما كان الاناليسس والريزولت حقه تساهم بشكل في تحسين القرار في الحالة دي ده بيكون ويست 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 يعني في حاجات بتكون بالخبرة بال كمون سنس كذا بتكون واضحة ما بتحتاج الاناليسس يعني انت بتحتاج تعمل الاناليسس مثلا عشان توضح انه اذا انت عملت سيل لبروزيج مشهورة حتتبع مثلا إلا إذا كانت مثلا مقاطعة في الحالة دي ممكن يتعمل بتاعك وما المنتجات ما تتبع فلازم يتعامل يعني في البداية طيب لازم يتعامل حاجات على السؤال أو عن بس انه هل الريسيرش ده المفروض يتعامل أو الاناليسس ده مفروض يتعامل ولا لا أحيانا زي ما قلنا بتكون تكلفته ما مبررة بناءا على الفايدة بتاعته يمكن يزيد لك الدقة بتاعت اتخاذ القرار بواحد في المية بمثلا 0.5% تكون حاجة يعني تريفيا شديد إنك تضيع فيه كل رسورس بالنسبة للداشبورد يا بوثينا عندها برامج Excel بعمل داشبورد Power BI بعمل داشبورد Google Sheets بعمل داشبورد في Google Studio Google Data Studio برضو في برامج كتيرة بتعمل داشبورد دي في تاب لو أنا حتكلم شوي عن لما نجي في التولز حتكلم عنها عن التولز لكن بشكل عام الداشبورد دي يعني من من أكسل بتبدأ ممكن تعمل داشبورد تمام طيب من أكسل والأكسل برضو عنده تولز لكن أنا لم أغطيها من بداية الـ data cleaning وال pre-processing وال preparation والبعداد كل الحياة دي نحن من أعمال كيف عندنا تولز أنا لم أغطيها على حسب الـ nature بتاعتها أو طبيعتها أول حاجة عندنا الـ spread sheets الـ spread sheets دي اللي هي في Excel المشهور وGoogle sheets اللي هو والدعمه زي مكورة الـ الاثنين بيشتغلوا نفس الحاجة في اختلافات بيناتهم في مثلا يعني أكتر اختلاف ظاهر بين Google sheets وال و Excel sheets إنه Google sheets بتكون automatically connected بالإنترنت خلاص فلو عملت أي تغيير فيها ما بتحتاج تعمل refresh ما بتحتاج تعمل save يعني في Excel sheet ممكن تقعد إنت تشتغل حاجة لو ما عملت save ما حد تسير لو إنت sharing مثلا Excel sheet مع زول ثاني النسخة عنده نسخة static ما بتقدر تغيير في Google sheets ميزة الأساسية إنها هي dynamic automatically changes فإنت حتى لو عمل share sheet معينة لو إنت غيرت عندك النسخة اللي هي shared التغيير بيظهر automatically في النسخة الثانية فدي الميزة الأساسية للGoogle sheet ولكن الفيترز بتاعة Excel أعلى يعني من ناحية بتاعة analysis من ناحية بتاعة التنسيق من ناحية بتاعة كل الفنكشن والفيترز في Excel أعلى عشان كده Excel هو يعني باي فار number one analysis tool في العام لحد هس خلاص بتستخدم الشركات يعني primarily بالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة يعني الشركات الكبيرة بتستخدم Excel لكن in combination مع tools تانية لكن كشركة صغيرة أو شركة متوسطة ممكن تكتفي تماما في الاناليسس بتاع في الريبورتين في أي حاجة بإيكسل بس أوكي فزي ما قلنا إنه في Excel بتقدر تعمل الريبورتين للديتا بتقدر تجيب الديتا بتقدر تحليلها بتقدر تعمل dashboards بتقدر تعمل report تعمل أي حاجة في Excel وحتى الفيتور الجديدة اللي هي مثلا power query والpower pivot والحاجات بتخليك إنك بتقدر تمشي درجة أعلى وفيها طبعا الماكرو اللي هي بتعمل automation بتقدر تعمل automation لبعض الأشياء فالاثنين دي اللي هما ال spreadsheet programs دي أو software دي دي هما بنستخدم في البداية يعني إنت كdata analyst بتبدأ بإنك أنت تتقن ال spreadsheet ودائما ينصح إنه أنت تمشي في Excel أحسن يكون عندك معرفة كويسة بGoogle Sheets لكن Excel هو طبعا الأعلى طيب بعد ما تتعلم ال spreadsheet كويس وتبدأ كذا يعني متمكن فيها لكن تعرف الحياة الأساسية حتمشي تتعلم data visualization tool ليه إنت ممكن تعمل visualization في Excel نفسه وفي Google Sheets برضو لكن ال quality بتاعتهم ممكن تكون أقلة في أحيان كثيرة ممكن تكون كافية لكن لو عايز level أعلى هتستخدم tool من visualization tools اللي هي أشهرهم Tableau و Power BI Power BI ده طبعا Microsoft اللي هي Excel برضو نفس الشركة فبتلقى في بينهم integration عالي يعني من هنا لهنا التعامل سهل ولو إنه برضو Power BI integrates مع Google Sheets وتابلو integrates مع Google Sheets مع Excel فبتلو من ناحية تحول تحول البيانات من برنامج للتاني من داخل البرنامج بسهولة تعمل البيانات ده المقصود لما نقول integration إنه إنت مثلا عايز تحلي البيانات في Power BI ممكن تجيبها من Excel طوالة أو تجيبها من Google Sheets طوالة في تابلو نفس الحالة فتابلو وPower BI بيشتغلوا برضو data analysis لكن بكفاءة أقلة من مثلا Excel ولو إنه Power BI يجب هس يعني الأبديتس الجديدة ممكن تخليه powerful أكتر مشكلته إنه أصعب من Excel يعني محتاج تعلم أكتر ففي ناس بيعمل إشنون بيشتغلوا الاناليس بإكسل وبيخلوا Power BI للفيجوليزيشن بس لأنه فيه يعني إنك تعمل داشبورد في Power BI أسهل كثير و يعني الكسطيمايزيشن أسهل الأشكال أجمل بتاعت الفيجوليزيشن وهكذا فممكن تعمل كده ممكن من البداية إنه ما تكون أصلا تشتغل بإكسل خالص من البداية تشتغل في Power BI تنزل في الحتة بتاعت الاناليس دي إنه هو مثلا في إكسل إنت بتقدر تغير على مستوى الخلية السل يعني ممكن تدوس أي سل وتغير على مستوى القولم يعني لو عايز تعمل أي تغير بتعمل على القولم كلها عشان كده الديتا كلينين مثلا الديتا كلين والديتا رانجل والحاجات دي الأفضل إنها تتعمل في إكسل أول لأنه إكسل تي وفليكسيبليتي أعلى في الحتة تمام طيب فدي البداية اللي بتبدبها إنت كداتا لازم تكون تعرف و لازم تكون تعرف للخطوة البعدية خلاص بعد ذلك بيتمشي لاشنو بيتمشي إلى ودي صراحة في الاندستري بيقولك إنه سيكو اللي هي الاختصار بتاعه ممكن في ناس بيقولوها SQL في ناس بيقولوها SQL فالstructured query language هي programming language هدفه إنك إنت تقدر تطلع data من يعني specific data من dataset كبيرة ده باختصار إنه يكون عندك dataset كبيرة إنت عايز منها بيانات معينة فبتستخدم SQL language دي عشان تطلع إذا كانت المؤسسة صغيرة غالبا بتستخدم Excel نفسه كdatabase ودي common practice يعني في الاندستري إنه والله Excel بيشيل كتير فبيستخدم Excel نفسه كdatabase ففي الحالة دي ما بتكون محتاج إنك أنت تتعلم SQL لأنه المنشأة إذا أنت شغال في منشأة صغيرة أو إذا أنت مبتدئ يعني يا دوق فالمنشأة أصلا ما بتكون مستخدم database فما هتحتاج إنك أنت تتعلم SQL لأنك ما حتتعمل مع database لكن برضو ممكن تعرف الbasics بتاعة SQL يعني في كورسات بتوريك الحاجات الأساسية اللي هي مثلا بيقول لك ال6 commands الأولى اللي هي دي يعني بتستخدم في مثلا 60-70% من الحالات أو أكتر بتكون كفائية فإنك أنت تقول والله أنا عندي حبة معرفة في SQL بتديك يعني فرصة أحسن في السوق خلاص بعد ذلك المرحلة الأخيرة هي البروغرام لانجوجز الكبيرة زي R وPython خلاص R وPython تقدر تعمل فيهم كل الحاجات الهنا خلاص ما تقدر تعمل فيهم SQL يعني مفروض يكون لو شغال في منشأة كبيرة أو لو حتشتغل في منشأة كبيرة كمسلا senior جيت أو كده أتليست تكون تشتغل SQL وأي حد من programming languages ليه لأنه هتتعامل مع databases كبيرة فإنت ممكن تطلع الdatabase من تطلع الdatabase وتحول ها طوال في R أو Python ما هتحتاج تتمشي على البروغرام ولا هتحتاج تتمشي على visualization tool لأنه R وPython فيهم برضو visualization لكن برضو مش أحسن حاجة يعني visualization tools المخصصة هي أحسن كل الحاجات المستطيلات الأربعة لقدامكم بيشتغلوا يعني زي ما يقولوا interchangeable يعني إنت لو بتعرف spreadsheets ممكن من spreadsheets تمشي مباشرة للprogramming language من Excel تمشي لR أو من Excel تمشي لPython خلاص وتعمل فيه الاناليس وتطلع الvisualizations وأي حاجة ممكن من spreadsheets تمشي للvisualizations tool طوالة ممكن من visualization tools مثلا من Power BI تمشي لR أو تمشي لPython وهكذا SQL برضو ممكن من SQL طوالة تمشي للvisualization ما تحتاج ترجع للSpeedSheet أو من SQL تمشي لR طوالة خلاص فديد tools الموجودة بتكسيماتها انت ما مضطر تتعلم كلها لكن يعني من كل category أكليس تعرف خلاص في الكategory الأولى Excel باي فار هو الأفضل Google Sheets أنا برشحه لو أنت you want to do your own business خلاص بيكون أفضل لأنه الintegration حقه انت زول واحد مع نفسك حلو لكن Excel زي ما أكثر هو الأفضل يعني أفضل من Google Sheets بعد Tablow Power BI في debate برضو إنه Power BI بتستخدم المنشآت أكتر لأنه هو بيجي مع Microsoft Suite أو Suite أو Suite إنه بتاع شركات أكتر يعني خلاص وعنده integrations حلوة مع برامج كثيرة وكده ومخصص أصلا للشركات Tablow برضو حلو لكن يعني integration حقه وقل لا فأكتر حاجة يعني منتشرة Power BI يعني أنا شفتها أكتر حاجة في الخليج مثلا في مصر معظم الناس بركزوا على Power BI أكبر ال Database Management كلهم بشبهوا يعني PostgreSQL وMySQL دال الاثنين فري فإنط ممكن تنزلهم إذا عايز تتعلم كيف تشتغل SQL SQL commands هو ما قلنا programming language SQL ممكن اختلف اختلاف لكن بسيط من tool للتانية زي نفس الفكرة بتاعت مثلا الExcel مع Google Sheets ممكن الشكل الذي يكون مختلف شوية فلكن من حيث المبدأ الفكرة واحدة فإنت لو اتعلم SQL بأي برنامج بتقدر بسهولة تنقل يعني الSkills بتاعتك دي للبرنامج التاني طبعا ده بيعتمد على المنشأة هي بتشتغل بشنو يعني انت ما بتجي تقول لهم والله انا انا بعرف MySQL خلاص بشتغل بمي SQL بس انت بتشوف المنشأة بتستخدم اي program وبتمشي على و كلهم SQL software يعني الفروقات بينها مبسيطة فما هيكون بيج اشو انك انت لو جيت كورس بيشتغل بمي SQL وانت المنشأة شغالة بحاية ثانية ممكن تتعلم في البداية يعني بالزات انك انت لسه مثلا خريج جديد عايز تتعلم اي حاية تلقاك بعد ذاك بتقدر بسهولة زي ما قلت تنقل العلم بتاعك R و Python برضو بيشبهوا بعض في حاجات لكن في اختلافات بين و الناس يعني زي يقول متحذبين يعني ناس R يشوفوا انهم احسن ناس Python يشوفوا انهم احسن ف في اختلافات Python استخداماته اوسع يعني غير الستاتيستيك الاناليسيس بيشتغل حالتين كثيرة R كبروغرامين مخصص او متخصص اكتر في الستاتيستيك الاناليسيس فده بتديو ميزة وعير بتديو ميزة في انه هو اقوى وال اللي هي الحاجة اللي بتشتغل بيها مخصص اكتر فاذا انت مجالك الاساسي في الستاتيستيك الاناليسيس الافضل انك تتعلم R خلاص بيسهل عليك العملية يعني في حاجات في R عشان تعملها ب في Python ممكن تأخذ منك نصفها مثلا فده الفكرة اذا انت عايز تكون data analyst مثلا general ممكن تتعلم بايفن باعتبار انه برضو هو فيه اللايبراريز اللي هي المكافئ او الموازي لل في R اللي هي الحاجة اللي انت بتشتغل بها يعني بوضو كثيرة متنوعة وبعدين شنو يعني تحس في الاندستري كده بايفن مطيم اكتر يعني كده كده انه والله انا بايفن بيحس انه اعلى من R في نظرة زي دي لكن انا من تجربتي انا جربتهم الاثنين R مرات بيكون افضل بالزبط زي ما قلنا في الاناليسيس احصل Python بيكون في المشين لرنين مثلا لو انت استمشي على ديتا ساينتست في المشين لرنين بيكون فيه حاجات افضل ولو انه اي حاجة انت بتكتشتغل في Python تكتشتغل في R نصيحة مني انا امسك حاجة واحدة at a time يعني مثلا عايز اتعلم امسك اكسل او جوجل ما تبدون مع بعض او ما تبدون قريبين من بعض ما لم تتأكد انك انت وصلت مرحلة كويسة من في حاول ما تبدأ بتو بالزات التول اللي بتكون قريبة من بعض يعني جوجل شيت و اكسل او R و Python بيشبهوا بعض برضو ال يعني في اختلافات بسيطة ممكن يكون بينات دي يعني الفكرة انه عشان ما يحصل بالزات لو انت جديد في ال ما تبدون مع بعض ابدأ واحد يمتهي منه او اصل فيه مرحلة معينة بعدين لو حاب لو محتاج ابدأ تحق فدي نصيح نحن ممكن ناخد بريك وصلنا ساعة ونص تقريبا فناخد بريك مثلا عشرة دقايق ونرجع بعد داك اوك خلاص تمام يا دكتور او ناخد بريك شباب وبالضبط عشرة دقايق نكون موجودين هنا اللي هو على على تمانية وواحد واربعين دقايق درامو عجودة درامو درامو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا ديكتورة ايوة موجودة غريبة نعم موجودة. انا ايضا بفتحت المايك عايزة اكتش. اكتش. طيب اه نواصل. طيب كنا بنتكلم عن الديتا اناليس اس تولز وعيفنا بشكل عام الاختصاصات بتاعة كل مجموعة تاعة tools او pair of tools وكيف انه تنافقية الحاجة دي انه انت محتاج to hold the risk of the data انك انت تعرف البيانات هتتمسيكها وين او تتنزيلها وين هتتعامل بها كيف اعتدك هتعمل الاناليس اس كيف وغيره. تمام فحادي بس اقتراحات لكل طول من تجربتي انه تتعلمها من وين تتعلم السكيل دي من وين. طيب اه في البداية في ال spreadsheet طبعا انا امي اللي اكسو. فالكورسين ديال في كورسيرا. اكسل سكيلز فور بزنس. فيهو تقيبا اربعة 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 هو هو او فيهو اربعة كورسات. ممتاز جدا. والاكسل سكيلز فور data analytics and visualization ده اكتر من ممتاز. اه ممكن تبدأ باهم اذا انت عندك اه خلفية كويسة في اكسل ممكن تسكيلز طوالي للكورس التاني هو intermediate level. او ممكن في في الهو اول ذاته هو مقسم من beginner وبعدين فيه اتنين intermediate وفيه advanced. فممكن تشوف انت تواجه فورا بالزبط وتواصل من هناك. لكن اه يعني المتيري اللي بتاعته ما الاكسورسايزز كله. عشرة على عشرة. فالدال انا اي هايلي ركوميند للناس اللي عايزين يعني تعلموا اكسل. اه وطبعا هو في كورسيرا انت ما شرط انك اه تشترك بجروش. ممكن تعمل لالكورس. وبس اه يعني بتحضر المفادرات وتشتغل ممكن ممكن تشتغل الاسايمت لكم تقدر تعمل ليسا ومشي يعني. فما تخلي الفتة دي توقف الناس. ممكن يعني تعمل عادي للكورس من غير ما تاخده شهادة في النهاية. فالشهادة هي في الحتة دي ما مطلب في نفسها يعني. بالزات يعني السكيلزة الابتدائية زي اكسل وكده ما ضرور يكون عندك شهادة لها. فممكن تعمل عادي. انا صراحة شايف انه ده احسن كورس بتاع اكسل. انا يعني مرعلي. بالنسبة للديتابيز مانيجمند في اه كورس في يوتيوب بتاع لوك. لوك ده برضو رائع جدا عنده فيديوهات كثيرة. فالكورس ده بالتفديد بتاع سيكول ده. يعني اه كان الريبيوز بتاعته ممتازة جدا. وزي ما يقوله مشكر شديد. انا بديته زي ما شايفين لكن ما خلصته لسه. اه لانه انا تعلمت سيكول من حتات مختلفة فكنت عايزة اشوف هنا شنون مختلف هو عمله. والكورس مختصر مضغوط يعني في اربع ساعات. بديك بديك زي ما يقوله زيت يعني انت لما انتمشي كورسات تانية كثيرة. والكلام ده لي كل التولز. هتلقى في كورسات يعني يكون طويلة شديد لكن فيها تفاصيل كثيرة ما مهمة. ففي البداية انت كديتا اناليست عايز الحياة الاساسية. بعد ذلك بتضيف الحياة التانية شوية شوية. طيب بالنسبة للفيجولايزيشن في باور بي اي بي اه الكورس بتاع ميبن اناليتكس. اه اللي هي دي منصة. اه نذكرها بعد شوية برضو. فالكورس ده برضو هايلي ريتد. اه لكن مدفوع. يعني اه صراحة ان ال باور بي اي ما بعرف ليه ريسورسز مجانية. حتى نلقو انلاين كثير. طيب الكورس اللي بنعمل ليه سكيب اذا عندك خلفية كويسة في اكسل. اه الاول كله. يعني هنا ما فيه الاول ده اكسل سكيلز فور بيزنس ده بيجينر. هو زاته سبيشيلايزيشن جواه اربع كورسات. يعني ده كده ده السبيشيلايزيشن ده جواه في اربع كورسات. فممكن تعملوا اسسمنت. اه نتخشوا تشوفوا اي حاجة فيه وتشوفوا انه هل انتم حاجة يعرفينه ولا لا. غالبا ما حتحتاج بيجينر ما لم تكون اصلا ما سمحت بيكسل في حياتك. لانه البيجينر بيبدالك من انه كيف تفتح البرنامج وكيف مثلا السيل هي شنو وكيف مثلا تعمل ديتا انت ريماني وكيف. فا اذا انت كويس في الاسسل عايز بتعرف يعني بتعرف. يعني بتعرف. يعني في اكسل ممكن تبدأ بالكورسة الثانية طوالة. خلاس اللي هو الانترميديت. او ممكن تبدأ في الانترميديت او الادفانس في الاسبيشيلايزيشن. خلاس. هم ده تلاتة كورسات. التاني ده يعني هو سبيشيلايزيشن جواهو كورسات. الاول اربع كورسات والتاني تلاتة كورسات. يعني كلهم سبعة. فما بتحتاج غالبا انك انت تمر عيون كلهم وان باي. طيب. فهنا في ريسورس كثيرة لباور بي اي. انلاين في اليوتيوب. ممكن تكون فور فري. فآآ اعفر. عافر على يعني. فممكن تشوفوها. لكن اذا يعني كان افورد اعتقد انه الكورس ده برضو من الكورسات الهايلي ريتد وآآ فيه تمارين كثير وكده. فبيتسهل عليك العملية بتاعت التعلم بدل ما انك انت تاخد كورسات يعني متفرقة في آآ في منصات تانية كثيرة. طيب. بالنسبة بايثن في آآ اليكس. اي زول عايز يتعلم اناليسيس. ديتا اناليسيس. لازم يكون بعرف آليكس. تلاحيس. فده ده ده تحيزا يعني. لانه آليكس اللي هو آآ صاحب القناة دي. عنده اكبر مجموعة بتاعت كورسات او فيديوهات نقدر نقول مجانية في اليوتيوب وآآ في اجماع في الديوتيوب انه هو يعني آآ احسن زول بقدم كورسات بتاعت ديتا. خلاص. ليه? يعني انا اخدت اخدت عدد من او او حضرت عدد من الديوهات بتاعته. فهو بيبسط الحاجات. يعني عنده عنده القدرة على انه يبسط المفاهيم يبسط آآ التكنيكس والبروسيس والحال دي بطريقة خلت عنده زي امقوله قاعدة جماهرية كبيرة جدا. وحاشوف بها شوية حارد لكم احدا من الرسورس بتاعته. فهنا هو عنده آآ تو بليلست في القناة بتاعته. اسمه في اليوتيوب آليكس في آناليست. فعنده Python Projects for beginners. وPython for beginners. ده اللي هو من البداع. خلاص. بالنسبة لي آآ برضو بتلقوا رسورسز كثيرة في الـ آآ لكن معظم الرسورسز الكويسة بتكون مدفوعة. يعني انا كل الحياة اللي خطيت لكم هنا دي مجانية تقريبا مع هذا الكورس بتاع الـ Udemy. آآ فهنا بتاع Power BI. آآ فدي رسورسز مجانية. وصراحة انا يعني من وجهة نظر برضو الشخصية انه انت ممكن تتعلم يعني great deal of skills آآ بالموارد المجانية موجودة في اليوتيوب والقناوات التعامل. ثلاث. تبدأ تعمل كذا يعني زي بقوله فرشة كويسة وبعدين تزيد عليها بحاديات مدفوعة تكون already عرفت الـ basics. يعني تمشي لقدام لما انتجي تدفع لكورس يكون كورس specific يديك skills آآ يعني advanced تقول. لكن الحاديات الـ basics دي بتقدر تلقاها في في يوتيوب بسهولة يعني. فالـ data analysis platforms المشهورة هم data cam و plural site و maven analytics بالاضافة طبعا لكورسرا و Udemy اللي هي دي منصات عامة يعني. لكن دي منصات متخصصة في data analytics أو الـ data عموما يعني. يعني في غير الـ analytics في data science في الـ data engineering في كذا كم حاجة. لكن الـ data يعني centric. آآ platforms وطبعا الـ platform الأشهر هو اليوتيوب. آآ إذا انت مبتدئ وما عايز تتشتت في ريسورسس كتيرة. آآ من الحاليات برضو الـ highly recommended و highly reviewed الـ free bootcamp بتاع Alex the analyst. اللي هو انا اخذت لكم من الشرينشوت. دا فيه آآ كم؟ اربعة وسبعين فيديو بيبداليك من البداية إنه آآ شنو هي شنو هو الـ data analysis. آآ التول زي تبدأ بيها وزي ما شايفين هو بادي بي SQL. بيشتغل بي MySQL. آآ ف يعني بيمش معاك خطوة خطوة وبيديك projects. الحاجة الكويسة إنه نهاية كله تول يعني اتعلمت SQL بيديك projects تطبقها في SQL. بعدك مشا في Excel بيديك project تشتغل في Excel وهكذا. بيغطي Excel و SQL و Power BI وتابلو وبايثن. خلاص دي كلها في الـ data camp بتاعه دا. ففي النهاية حتى بدي شهادة اللي هي شهادة زي نقوله آآ تقديرية ساي يعني ما شهادة معتمدة يعني ما شهادة ممكن. نعم لكن ممكن تشيرت يعني لينكدين وكده. عسي سيني كنت أخلصت البودكام. تمام? فدي ممكن تكون نقطة بداية كويسة جدا زي ما قلت لأنه من الناس اللي بيشرف والحياة بيبسط ومفاهيم بطريقة كويسة. فأنت ما هتحسين انك ضعت يعني وانت كازوان مبتدئ. عايز تبدأ. آآ ممكن تمشي فيه بالخطوات وان شاء الله لقي الدام بعد ما تكون خلاص يعني فيه انت كل الحاجات الهنا بتقدر لقي الدام براك انت تقدر في يوتيوب تعرف تمشي من هنا وين. او حتى في المنصات الثانية المدفوعة او اي يعني آآ اي بلاتفورمز تانية او اي بلاتفورمز تانية مدفوعة بتقدر تقيم تشوف المسلا الاوتلاين حقها الحاجات اللي بيتدرسة وكده انه هي مناسبة ليك ولا لا. فهذه نقطة بداية كويسة للناس اللي عايزين يمسس المجال. طيب. آآ تقول له اعمليه كده. بالنسبة للتولز التانية زي اكسيل وقاور بي آي انت اللي بتكتب آآ الفونشن او الفورميلة او غيره. فهذه التولز العادية خلاص او التقليدية. الاي اي تولز بتتميز انه هي فيها العنصر بتاع الارتفاشي الانتليجنس ده. فبتقدر انك تتخاطب معاها بالناتورال لانجوج اللي هي الكلام العادي باعرد اني عادمين بلوم الانجوج. بتقدر تتكلم بالناتورال لانجوج تدي كوماند اوردر ما كودين. بتدي اوردر بآ لغتك العادية. وحتى ممكن تكتب باي طريقة. يعني مشرطة الكتابة تكون يعني ما زي الكودين لازم يكون صح الكودين. بتقول اعم اه بتديه اوردر الناس اللي اجربوا مثلا تشادي بيتيل عادي او اي اي طول تانية. بتقول ليه اعمل ليه كده. بس الحائل بيعمل البيان. بعد داك بعد بيتعدل يعني هو الكونسبت بتاع البرومت انجينيرين. انك كلما تكتب البرومت بطريقة افضل بتديك نتائج احسن. فهنا هاستعرض معاكم ثلاثة من ال اي اي تولز الممكن تستخدمها في data analysis. التولة الاولى هي chat gpt4o. دا نزل يعني او بيجا متاح for free قبل فترة قريبة. يعني يكون شهرين ثلاثة شهور حازي كده. يعني ممكن اكتر شوي. chat gpt طبعا الناس اللي بيعرفوا في في الاي اي انو chat gpt 3.4. 3.5 سوري. متاح for free. لكن برضو عنده limit يعني خلال اليوم تستخدمات معينة. والchat gpt4 كان ما متاح. اه الا بس باشتراك. فهنا chat gpt4o دا حاليا بيجا متاح. برضو بيمت يعني ما انريميتد. لكن الفكرة زائتها انه موجود. انه هو طبعا يعني اكتر. وتحديدا في الحتة بتاعة ال data analysis. اه انا خطيت لكم اه فيديو. ده تقريبا اكتر فيديو كويس. انا محضرت كله. يعني للامانة. شفت جزئيات منه. اه اكتر فيديو كويس بيوضح انك انت كيف تستخدم chat gpt for data analysis. ومقسم يعني تكسيم حلو جوا. فممكن يكون اه برضو بداية كويسة للناس اللي عايزين استخدم chat gpt. وبعد ذلك ازا انت بتعرف في الموضوع بيبقى اليك اسهل. التول التانية اللي هاتكلم عنها اسمها graph maker. خلاص برضو AI powered. لكن متخصصة فقط في ال graph making من اسمي. يعني انت بتعمل upload لل data. يعني اما انك انت تعملها browsing من الجهاز او تستخدم google sheets. اللي هي تربطة يعني اه online. او تستخدم sample data من الموجودة عندها. بعد ذاك بال natural language برضو بتدي order انه اعملي ال graph المعين مثلا. انا عايز graph بتاع scatter plot. عايز line chart. عايز كده للاناليسيس. فمتخصصة انها بتعمل graphs بس. والناس اللي بيكونوا اشتغلوا قبل كده بحوث بيكونوا عارفين انه الحتة بتاعة ال graphs دي. ممكن تكون سخيفة شوية. اه الرابط بتاع chat. اوكا تمام. اخدت لكم الرابط بتاع chat.gbt في النهاية. ايمن معلش اه امسك لي ال request دي. عشان بعدين ما نلسى. ده اول واحد. الرابط بتاع chat.gbt. طيب. فهنا. ادام بيشتغل بس graph making. خلاص من اسمه. لكن برضو انك انت تلقى طول تعمليك graphs بسهولة. بالزات ازاي انت الحاجة الشغالة. ما حاجة academic شديد. يعني الحاجة ال academic بتحتاج دقة اكتر في graph making. و customization اكتر وكده. فهنا دي لو assignment عادي. report عادي في الشغل مثلا project كده. بتكون ممتازة جدا وساهلة وبتختصر عليك زمان كثير. طيب. الطولة البعديها. اللي هي انا شايف عينها لحد هسي. احسن واحدة في الثلاثة. اه حتى احسن من chat.gbt لانه chat.gbt generic اكتر. ودي مخصصة ل data analysis. اسمه جوليس. تمام? فجوليس ده اه موقع او tool ممكن نقول. online. بتقدر تستخدمه ل data analysis. والحلو في الموضوع. انهم عندهم library كاملة. اللي هي فيها tutorials دي. بتلقوها في اليوتيوب موجودة. وبتلقوها من داخل المنصة نفسها. من داخل الموقع. بتلقوا الحتة بتاعت ال use cases. اه او السخدامات بتاعته. بيوريك انه لو عايز تعمل كده تعمله كيف. انت طبعا ممكن تكتب عادي زي اي زي اي AI tool. بتكتب مثلا بتعمل upload للفايل اللي في هو data. بعدين بتقول له اعمل ليه الاناليسيس. فبديك نتائج. لكن ازا ازا تبعت tutorials بديك نتائج احسن. يعني زي ما شايفين هنا ممكن نعمل ليك uh matrices. اللي هي عاجة صخيفة جدا انها تتعامل في التولز العادية. آآ بزات ازا ال data كبيرة. بتتتعمل في Excel وتتعمل في R في Python في اي حتة. لكن انك انت تعملها باي AI ممكن تكون اسحل. في آآ المسان التسة اللي تتلمنا عنها ال الانتبندنتي تي تست والكار تي تي تست والدستريبتف الاستي تتيكس. دي كلها اه انا يعني بنصح انه انه انت تشوفها في البداية تشوف الحاجة الرليفنط ليك. يعني ما تحضر كل التوتوريال الصحي. الحاجة للحاجة اللي انت عايز تشتغيلها وبعد ذاك بتسهل عليك المهل بالذات انه انا ما جربته كتير لكن اتوقع النسخة المجانية منه هيكون في limited prompts يعني ما حتقدر تستخدمه freely بيكون عندك عدد من المفتوح في اليوم اذا عملت بprompt غلط او بضيع عليك الخطة او ممكن يضيع عليك الزمن يعني حتقدر تستنى لحد دي بكرة لحد دي ما يعمل refresh لل prompts الجديد فدي اكتر حاية حلوة في التول دي انه في tutorial مرفقة معها خلاص طيب دي كل التولز اللي انا بعرفة سواء كانت generic او AI tools بعد ذاك هنجي نتكلم عن certification والcareer roadmap انه انت بعد ذاك لو عايز تمشي في المجال ده مهنيا بشكل احترافي المفروض انك انت تعمل شنو فحاتكلم عن certifications هاتكلم عن career options والcareer roadmap المخترح الممكن انت تمشي فيه طيب اول حاجة لازم نعرف انه data roles مختلفة يعني ان احنا بنتكلم في السيشن حقتنا دي عن data analysts اللي هو بالاحمر لكن فيه roles ثانية كثيرة فهنا دا شكل لو مذكرين من قبل كاملين اشكال اللي هو radar chart بيوضح انه الpoints اللي حوالين الدائرة دي دي tools او skills المحتاج لها و كل ما كانت النقطة ابعد اكبر يعني على على الخارج اكتر معناها انك انت ال score هنا اعلى فده بيوضح باختصار شنو التوز اللي انت محتاج لها لو كنت data engineer او analyst او scientist او ML machine learning engineer تمام حنلقى عندنا هنا في الحتة بتاعت data analyst بتحتاج اكتر حاجة لل story telling وال data visualization ال business insights المتريكس وال reporting دي الحاجات بيركز عليها data analyst اكتر حاجة بدرجة اقل بتحتاج لل experimentation بدرجة اقل اكتر بتحتاج لل inference واللي هو ال inference ده الحتة اللي وقفنا فيها كثير بتاعة الموديلينج بتحتاج يعني التفاصيل بتاعة الموديلينج وكده فاللو الناس كانت راحت في الحتة دي او حسست ان الكلام ده صعب فده امية الاكتر لل data scientists سيما شايفين انه ال inference وال stats اللي هي statistics و machine learning modeling ده مجال data scientists اكتر لكن انت كdata analyst لازم يكون عارف شوية يعني at least انه هي التول او الموديل هو شنوط هدفه الاساسي وكده لكن التفاصيل التكنية وحقته ما الا تكون عارفة كdata analyst كdata analyst دورك الاساسي انك انت تطلع ال business insights بطريقة واضحة تعمل data visualization عشان كده ال power bi والتابلو مهمات ويكون عندك ال skill بتاعة storytelling انك انت كيف لانك انت تعاملك الاكتر بيكون مع stakeholders او decision makers فمهم انك انت كيف تقدر توصل لهم الحاجة بطريقة مبسطة ال data scientist بيتعامل مع ال data من ناحية تكنيكل فممكن يكون في تفاصيل ما بيقر يبسط او انه يشرح لل stakeholders ال business man العادي او صاحب العمل او اي stakeholder تاني ما عنده معرفة بالاحصاء او ال modeling او الاناليسي فالاناليست دوره انه يكون علقة وصل ديناتهم الاثنين وفي الحالة دي لازم يكون فاهم شوية هنا وفاهم كتير هناك هنا دي اللي هي statistics و machine learning modeling وكده او ال inference عموما وهناك اللي لازم يكون فاهم فيها كتير اللي هي كيف تجد ال business insights يعني النتيجة دي احصائيا بتاعني كده من بيزنس معناش دي الحتة اللي بيبدع فيها او بيظهر فيها دور ال data analyst اكثر تمام طيب ال job titels الممكن ياخد ال data analyst هي طبعا ال data analyst في البداية ممكن يكون بال المختلفة junior data analyst senior data analyst او كده بعد ذلك في business analyst وده بيكون اميل لانه بيتعامل مع ال business اكثر بيكون agent for change making through the analysis وفي تخصصات مختلفة بعد شوية لما نجي اتخلم عن الشهادات حاوري انه في شهادات مخصصة لل business analysis غير عن data analyst لكن عموما ال business analyst لازم يكون عنده معرفة بتاع data analyst ولو يعني بدرجة اقل من data analyst تعديل في بعد ذلك ال business intelligence analyst ده برضو بيكون بيركز على جزء معين اللي هو business intelligence بعدين في خصصات يعني انت كdata analyst ممكن تكون marketing data analyst ممكن تكون financial data analyst ممكن تكون market research analyst و بتخصص براه بتاع data visualization specialist لأنه الحتة دي بالزات الامباكت حقها أعلى الvisualization لأنه دي الوسيلة من خلالها انت بتنقل البيانات أو بتنقل الinsights للstakeholder فدايما تستطيع انك انت تكون عندك الvisualization tools المناسبة دي بتعتبر يعني دي تخصص براه بتلقى انه في openings بتاع jobs بس الvisualization ما دارين منك analysis بدرجة عالية الresults دي أو البيانات دي دارين يتعمل لها visualization مش مناسب لكن طبعا it goes without saying انه انت عشان تقدر تعمل visualization مناسب لازم تكون عارف principles خلا الأساس تم الاناليسيس والنتائج جي معناها شنو التفسير بتاع النتائج وفي وبدرجة أعلى في data scientist وهو درجة أعلى من data analyst أعلى in terms of technical knowledge يعني بكون عنده علم أكتر في statistics في machine learning في الحاجات دي فهذا بيكون خطوة أعلى انت ممكن تبدأ كdata analyst وتمشي بعد ذاك لانك انت يعني كpromotion أو كcareer track ممكن تمشي من data analyst ل data scientist لكن عادة ما في zool بيكون data analyst إلا إذا كان دائر يخفف حقه مثلا عايز اشتغل حاجة خفف طيب نجي للشهادات الشهادات بالنسبة ل في المجال بتاع ال data بتنقسم لنوعين كبار categories يعني في حاجة اسمها vendor vendor specific في vendor neutral طيب ال vendor specific يعني شنو ال vendor اللي هو supplier هو zool صاحب المنتج خلاص فدي بتكون تايت مربوطة ب specific technologies tools or platforms دي بتعمل شنو بتعمل validation لمهاراتك في specific software or product يعني يكون عندك مثلا شهادات بتاع ال tableau desktop certified professional ده كده معناها انك انت certified professional في استخدام طول معينة اللي هي tableau desktop tableau ذات لانه جو واحد قسيمات يعني في tableau desktop في tableau server فديش هذا بتمنح من قبل tableau بتوري انك انت certified في ال software ده عشان كده هي vendor specific ممكن انت تكون كanalyst شاطر في tableau لك ما بتعرف مثلا في power bi فده بيعمل certification لك في السكيل المعين الفندر neutral دي بتغطي ال جنرال concept وال best practices خلاص ما بتكون مربوطة بطول معينة يعني انت لما تاخد الشهات دي مثلا certified analytics professional ما بتكون محددة انك انت بتستخدم اي طول ممكن تستخدم اي طول فهنا انت بعد ذاك انت بتمشي يعني ما تتخصص الزيادة ممكن تاخد certification تكون vendor specific تاني غير النيوترل او كده فدي دي بتعمل certification لانك انت فاهم ال principles فاهم ال practices الموجودة في الاندستري بغض النظر على انه مختلف معين انت تستخدم تابلو ولا فاور بي اي ولا غير فدي الكاتيجوريز الكبيرة تختار شنو على حسب موقع يعني اذا انت قرد يشغل في الشركة والشركة بتستخدم تابلو ما في سبب يخليك تمشي تاخد certification في power bi بتاع Microsoft عندها مخصص مخصص اذا اذا انت لسه ما اقول في البر ما عارف شكل التول التي تستخدم الشركات او الشركة اللي انت ممكن تشتغل فيها لانك انت لسه ما شغل في انت معينة ممكن تاخد اكتر او اذا انت ما عايز تكون مربوط بتكنولوجي معينة لانه زي ما قلت دي بتربطك بتكنولوجي معينة طول معينة فممكن تعمل دي وبعدين لاجي دام لو لجيت انه في طول مثلا مفضلة اكتر في البلد اللي انت فيها هي برضو تختلف مثلا على حسب ال في البلد يعني في دول بيكون عندها بتفضل تكنولوجي معينة وغير ففي الحالة دي انت بتختار يعني ما بنقدر نقول دي احسن من دي على حسب انت موقع كوين من الحاج دي طيب هنا هاتكلم عن الكورسات هي موجودة في كورسرا تحديدا باعتبار انه كورسرا هي عاليا اكبر للكورسات اللي هي منعتبر يعني انت بتلقى في يودامي مثلا كورسات مثلا كده ففي كورسرا في الابشن اللي هو بتاع اي نعم انها برضو بالنسبة للاندستري بينظر لها برضو على انها كورسات انلاين يعني وزنها ما كبير شديد لكن اعلى من الكورسات الانديفجول يعني لما تاخد لك كورسين ثلاثة مثلا في كورسرا ما حققت اي حاجة ما تبع تراك معين او كده ممكن تخطها في السي بي بتاعك عادي لكن وزنها بيكون اقلة من بتاعة الانلاين دي ودي وزنها اقلة من بتاعة المعروفة خلاص انا حتكلم عن ديل وحتكلم عن كده فديل التوب في كورسرا تحديد طيب بالنسبة لجوجل في جوجل ديتا اناليتكس معروفة لناس كتار خلاص professional certificate بعدها في جوجل advanced ديتا اناليتكس دي مكملة لها يعني انت بعد ما تاخد دي ممكن تاخد دي بغطوا فيها الجوانب الاعلى يعني ممكن تقول انه الادفانس ديتا اناليتكس اقرب للديتا ساينس خلاص من والديتا اناليتكس الاولى بتاعة جوجل دي هي جنرال كديتا اناليست عادي بعدها في جوجل business intelligence دي مخصصة اكتر الbusiness intelligence تمام بالنسبة لمئتا اللي هما فيسبوك وانستجرام وجماعة دي عندهم متا ديتا اناليست وعندهم متا marketing اناليتيكس ده اذا انت من البداية عارف انت حتتخصص في نوع من الاناليتيكس وبرضو كنصيحة عامة لما انت تكون اناليست متخصص فرصك بتكون احسن احسن ما اوسع خلاص لما تكون ديتا اناليست ساي يعني عندك شهادة مثلا متا جوجل ديتا اناليتيكس انت جنرال ديتا اناليست فرصك اوسع ممكن تشتغل في اي اندستري ممكن تشتغل ك marketing analyst ممكن تشتغل مثلا health care analyst supply chain analyst كل الحاجة ممكن تشتغله لكن بيكون اوسع لكن لما تكون متخصص فرصك بتكون افضل لانه بيكون عندك زي اقول نيش معين يعني بتارgeting لو ولما تجي تقدم بزات اذا الحاجة دي مدعومة بتخصف يعني انت مثلا اذا خريج بزنس تخصص marketing وجيت اخذت marketing analytics certificate بتقوي موقفك خلا احسن من انك تاخد شهادة عامة في data analytics فهنا التخصصية مهمة حاليا نتكلم في الهاتف الروض خير بعدك في ibm ibm عندهم ibm data analyst و ibm data analytics with excel and r وعندهم ibm data science لما نسب data scientists خلا كلهم يعني كل الانا sharing هسي هما professional certificates تمام uniliver عندهم supply chain data analyst ودي انا ما لقيت في حيط ثانية صراحة انه زول شهادة بتاعة بتاعة supply chain data analyst وانا اتوقع انها تكون حال كويس شديد لانه في شهادات متخصصة بتاعة supply chain management للناس المتخصصين في المجال لكن ما لقيتني انا يعني يمكن كون موجودة لكن ما لقيتني شهادة ممكن نقول ما من ال institutions المعروفة مخصصة لل supply chain analysis فدي ممكن يكون gap زي نقول في السوق انه ما في ناس متخصصين في supply chain data analysis وممكن تكون زي نقول يعني نقطة بتاعة قوة لزرح يتخصص في الحدة دي حتلقى ناس كتار marketing analyst لكن ما حتلقى ناس كتار supply chain analyst برضو عندهم digital marketing analyst ما قلت الماركتين كتير يعني لكن طبعا بطبيعة ارعال لانه مرغوب بعد داك عندنا Microsoft حتكون انت حتاخد شهادة بتاعة باستخدام فدي برضو من الكورسات اللي ممكن تاخدها وزي ما قلت في البداية انه انت ما الا تاخد الشهادة يعني ما لم تكون عايز الشهادة عشان الشهادة ممكن بس في احيانا برضو ما بتكون مفتوحة لكن اذا مفتوحة بتكون كويسة جدا وفي Microsoft برضو دا اللي هو مختلف بيركز على عندهم برضو بالتعاون مع في برضو دي تعتبر اللي هي في و برضو ممكن تكون ظريفة يعني انا صراحة ما يعني اخدت فيه كورسات حلوة لكن يعني تختلف من واحدة لوحدة ما دايما بيكونوا كلهم يعني كويسين طيب نجي لل Vendor Neutral Institutes أو Organizations دي اللي هي تعتبر درجة اعلى من ما زي الكورسات اللي هي بيعتبروها يعني في جهات ممكن تعتبرها ساي كورسات online ما عندها وزن ما يعني هي مش ما عندها وزن خالص زي ما قلت هي اعلى من الكورسات العادية لكن اقل من الشهادات المعتمدة اللي هي الشهادات المهنية المعتمدة يعني ففي ثلاثة institutes على حد العلمين بتدي شهادات مخصصة لل Data Analytics اللي هما IIBA وال IBAC و D أنا معرفة هي institutes شنو اسمها لكن الشهادة اللي بتديها هي Certified Analytics Professional طيب نبدأ بأول رحضة IIBA طيب IIBA أساسا من اسمها هي بتاعة Business Analysis وال Core Certificates بتاعتهم كلها بتاعة Business Analysis اللي هي على الجهة اليمين دي عندهم ECBA دي إذا ما عندك خبرة خالص ممكن تأخذها شهادة كويسة جدا ومحترمة CCBA لو عندك من سنتين لثلاثة سنين خبرة وال CBAP دي أعلى حاجة في Core Certificates برضو شهادة محترمة جدا يعني دي للناس عندهم من خمسة سنين فما خلاص تقاطعات فيها جزء من Data Analysis لكن ما addresses أو ما مخصصة لل Data Analytics بسكل مباشر الشهادة المخصصة لل Business Analytics عندهم Certification in Business Data Analytics دي بتاعت Data Analytics خلاص Specific وهي ما من Core Certificates فالنصيحة اللي بيقولوها الناس في المجال إنه أنت الأفضل إنك يكون عندك واحدة من الشهادات الكور مثلا ECBA أو CCBA إنك أنت Business Analyst وتدعيم بشهادة بتاعة Data Analytics أو أي واحدة من الشهادات الثانية عندهم برضو في تخصصات الخلفة مثلا Cyber Security أو Product Management أو Product Owner فدي شهادات زي ما قلنا من جهات institutes يعني Validated أو Verified بعد ذاك عندنا Certified Analytics Professional برضو من الشهادات الكويسة صراحة أنا ما بعرف ناس كتار يعني ما أخذينها أو يعني مؤتفين بها مش إنه آزم مؤتفين يعني الانتشار بتاعها هي من الفاكترز اللي بيتأثر على الانتشار بتاع آآ Certified بشكل أساسي البلد يعني الIIBA Canadian خلاص وفي الإكويفلنت حقها أو الشركة اللي بتشبهها في الحتة بتاعة ال Business Analysis هي ال PMI بتاعة ال PMB الناس اللي بيغرفوا بتاعة ال Project Management Project Management Institute ال PMI بتدي برضو كورسات أو بتدي شهادات في الحتة بتاعة ال Business Analysis فديك أمريكية ال PMI لكن الIIBA كندية فالIIBA موجودة أكتر في الخليج يعني معترف بها أكتر وبيعملوا بها أكتر في الخليج على حد علمي آآ وفي مصر برضو موجودة في دول تانية ممكن تكون ال CABD تكون موجودة أنا صراحة همعات برضو عندها two levels اللي هو ال Level الأول ال Associate Certified Analytics Professional دي ما بتحتاج خبرة any level بس بتحتاج أنك تمتحن وبعد ذلك ممكن تبقى لك مائلستون لأنك تأخذ الشهادة الكبيرة اللي هي Certified Analytics Professional لكن هي شهادة كويسة يعني برضو فإنت بعدين بتقارن بين الإيجيبليتي أنت بتقدر تنتحنها ولا لا هل هي في البلد اللي أنت موجود فيه معترف بيها أكثر وهكذا يعني بتشوف بعد ذلك على خسب العوامل التانية تمام برضو الفرق بين الشهادات دي اللي هي Vendor Neutral Institutes أو Organizations إنها ما بتديك كورس يعني ما بتديك المتيريال لكن إنت بتقرب أراك خلاص وفي كورسات يعني في في جهات معتمدة بتدي كورسات زي preparation يعني كورس لكن اللي نحنا كنا نتكلم عنهم دي الماسف open online دي دي زي نقول بتمش معك خطوة خطوة بتدريست المتيريال وعدم تمتحنك فيه فدي برضو واحدة من الفروقات بياناتهم إنك إنت لو عايز تمتحن مثلا الـ CBDA هتجرب رأك هتنزل المتيريال وتجرب رأك أو تاخد كورس من الكورسات تحت المراكز المبتمدة أو غير بعد ذلك في IAPAC The International Association of Business Analytics Certification تمام فدي برضو يعني من اسمها هي متخصصة وعندها عدد كبير جدا يعني هس اللي دامكم دي Certified Data Analyst Association دي واحدة لو خشدوا الموقع بتاعهم وشفتم على الشهادات المتاحة حتلقوا إنه في عدد كبير يعني مقسمة حتى مثلا دي Data Science Certificates شوفوا فيه كم واحدة وفيه تخصوصات حتى يعني فيه بتاعة Health فيه مثلا Operations ده ك Data Scientist Finance HR Marketing وغيره خلاص برضو حتلقوا في Business Analytics برضو مقسمة Banking Culture Health Care وغيره في Artificial Intelligence وفي Data Analytics كل هدي مقسمة فدي كلها شهاده خلاص لكن بالرغم من كده أنا برضو لحد علمي ما شايف ليهم انتشار واسع يمكن زي ما قلنا إنه على حسب المنطقة يمكن تكون أوروبيا أكتر لأنها هي EU فممكن يكون شهاداتهم دي منتشرة أكتر في الدول الأوروبية خلاص فبرضو دي حاجة زي ما قلنا انت تشوف انت وين متوقع انك تشتغل أو تفتح شغل أو انت أصلا لوكيتد وين بيكون مقبولة أكتر في المنطقة اللي انت موجود فيها خلاص طيب دي الشهادات الممكن تكون ريليفنت للمجال بتاع Data Analytics هنختم أعتقد هنختم ما موزوك لوحدات في حاجة أو لا آخر شي عندنا الروودماب إذا عايز تمشي في المجال بتاع Data Analytics شنو الحاجات المفروض تعملها عشان يعني تسهل عليك الرحلة تكون فيه زي موجول خطة يعني الحاجة دي هنبدأ أول حاجة بال Fundamentals والEducation الزمن المكتوب ده من شهر لثلات شهور ده ده آآ تقديريا يعني اللي زول dedicated للحاجة دي آآ زول مثلا خريج وفاضي وما شغال وما عنده حاجة أو مخصص يعني مكرس وقته للحاجة دي فبيقدر وإذن مثلا واحد لثلات شهور آآ إنه يعمل الحاجة دي ممكن تكون أكتر ممكن تكون أقلة إذا أنت أرد مثلا عندك background آآ أيوة في case study تمام كنت نسيته تماما لكن قادة طيب Fundamentals and education دي ممكن تاخد من شهر اللي تتأشهر هتعمل فيه شنو آآ حتتتعلم الأساسيات بتاعت data analysis والanalytics تاخد online courses يحبز تكون free courses عشان ما تصرف بروش كثيرة في المرحلة دي آآ وبعد ذاك آآ to get familiar with the data tools اللي تكلمنا عنها النقطة ياتا آآ الحتة بتاعت اللي إنو الزمن ولا شنو البديت بها السلايد دي أوكي هنا أنا بتكلم على road map اللي هي زي خطة للزول اللي عايز مشي في المجال بتاع الanalytics يعمل شنو لكن الزمن اللي أنا كعتباو دا دا زمن تقديري لزول مثلا متفرق تماما آآ ما شغال اتخرج already مثلا عنده انترنت كويس فاضي عنده high productivity بيقدر ينظم وقته فممكن ياخد من شهر لثلاثة شهور عشان يعمل الحاجة دي الزول تاني لو كان شغال حياخد زمن أطول لأنه بعد ذاك زمن هيكون أقلة أو إذا الحتة اللي هقاعد فيها ما فيها يعني infrastructure كويسة أو الكهرباء أو كده ففي الحالة دي ممكن ياخد منه زمن أطول أو productivity بتاعته أقلة عنده التزامات ثانية المهم فيعني الزمن الآن أكاد بودة ده يعني تقديريا كده أو تقريبيا ممكن يكون أقلة ممكن يكون أكتر خلاص لكن يعني يكون في الحدود تمام طيب فالمنحلة الأولى الخطوة الأولى إنك أنت تبدأ بال fundamentals والإدوكيشن أنتو كلكم هننصوض إنكم خريجين أو سنة أخيرة يعني يعني للاقتصاد والعلوم الإدارية كده أنتو في حاجات بتكون وتجاوز توها يعني إذا أنت عايز متخصص مثلا marketing كده إنت شبهي قرارك محسوم إنك أنت تبقى marketing analyst خلاص فدي بتسهل عليك والشهادة بتاعتك بتقوي موقفك بعدين كanalyst إذا أنت متخصص حاجة ثانية تمشي في مجال تخصص أفضل ما لم تكون عايز تتغير يعني لكن الأفضل إنك أنت شنو حاجات تكون consistent مع بعض بتدعم موقفك بعدين في CV إنك إذا مجالك تتخصص ما زي لما تجي من حاجة مختلفة وبعدين تعمل shift في الحتة بتاعتنا الاناليسيس وبتسهل عليك برضو من ناحية جراية ومن أنك تفهم الكون سي فدي المرحلة الأولى إنك تتعلم الباسيك بتاعف الاناليسيس تاخد وتشوف التوز المتاحة تختار من كل كاتيجوري وحدة وبتدت تتعلم كفملي رائع يعني خلاص ما تبقى expert بس إنك تعرف الحاجة حتمشي في الخطوة الثانية البراجتك 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 و التواصل حلاص حتبدي تشتغل على بروجيك والبراجتك دي ما شرط تكون بروجيك حقيقية في مواقع كثيرة وياهو زي ما وردتكم مثلا البوتكام بتاع أليكس بعد كل مجموعة بتاع المحاضرات أو فيديوهات في بروجيك تحتشتغلوا فيهم فدي هي البراجتك حتبدي تشتغل على بروجيك عشان بعدين السكينزة إنك تعلمتها دي ما تكون سايكي تكون قادر تطبقها والبراجتك زاته لما أنت تشتغل بروجيك بتوقع ليك الفهم زي ما تقوله أحسن بتقدر تعرف إنه والله الفورميلة المعينة دي في إكسل أنا بحتاج إليها متان والأناليسيس تكنيك دي فايدة شنو مقارنة بغيرها وليه يخترنا دي والنتائج معناها شنو فالبراجتك تساعدك أكتر في الحتة دي خلاص بتبدأ تعمل بورتفوليو اللي هو معرض أعمالك بيتلم فيها كل البروجيك سالإنت اشتغلتها يفضل إنك تكون اشتغلتها بطريقة مرتبة ومحترفة وبعدين بتلمهم في مكان واحد غالبا بيكون ويبسايت خلاص فيه ويبسايت كثيرة بتديك تروس فيها البروجيك اللي انت اشتغلتها فدي بتساعدك بعدين لما تجي تفتش على شغل في المجال ده إنه دي البروجيك سالإنا اشتغلتها فالإمفلويير بدل ما تقول له أنا أخدت سرتيفكت واحد اثنين ثلاثة أربعة بدل ما تاخد سرتيفكت كثيرة بيكون عندك سرتيفكت اشتغلتها فبتوري عمليا إنك انت قادر يعني تطبق المفاهيم والسكيلز اللي تعلمت هدي على سرتيفكت حقيقية ومعظم سرتيفكت بتعملو عشان تاخد السرتيفكت فدي برضو ممكن تضيفها لالبروليو بتاع إذا أخذت يعني الفرصات بعدين حتي المرحلة بتاعت النيتووركين و جوينين الكميونيتي دي بتعملها غالبا ثرو لينكدين إنك انت بتعمل أكاونت في لينكدين إذا ما أردي عندك و يعني بتعمل لنفسك إذا إنك ما تكتب ما تكتب ما تكتب شنو انثوزيزم انثوزياستي بتاع أكتب إنك انت ديتا اناليستي إذا إذا عملت أي نوع من الأناليسي في حياتك حتى لو أنت خريج مثلا بتاع بزنس و اشتغلت أخذت أي واحدة من السرتيفكت دي ممكن تكتب جونيور مثلا ديتا اناليستي خلاص وبعدين أبدأ يعني ظهر نفسك إذا إنك انت ديتا اناليستي خلاص شير البوستات الليها علاقة بال ديتا اناليستي أدي نصايح من خبرتك أعرض البروجيكت بتاعتك في الفورتفوليو بطريقة جميلة مبسطة وهكذا فكذا انت بتبدأ شنو بتبدأ تنتورك بيزهروا لك الناس في مجالك بتقدر تعمل معاهم وكذا فحتى بعدين في لينكتين الريكروترز بيقدر يشوفوا من الفايلك انه شنو انت شكل الخبرة بتاعتك شكل البروجيكيشن بتاع فكذا بعدين حتمشي للمرحلة البعديها زي ما قلنا التايم فريم ده فليكسابل يعني ما شار تكون ستة شهور أو الحاجة المسكورة دي ممكن تكون أكتر من كذا حتمشي المرحلة بتاعت البروجيكيشن و سرتيفكيشن هنا البروجيكيشن دي تكلمنا عنها انه انت والله لو اخترت لو انت جنرال بتشوف بعدين من البروجيكت ستشتغيلها من الريسرش ستعملوا انه شنو انساب حاجة لك شنو حاجة انت ميال لها اكتر اكتر مجالين مرغوبات في الاناليسيس الماركتين والفاينانس خلاص زي ما قلت الستلاي تشين هو كمجال حلو لكن يعني ما منتشر اكتر لانه ما منتشر اكتر ممكن يكون يعني فيه ندرة والندرة دي ممكن تكون في صالحك اذا انت متخصص في الحجة دي لكن المجالات الممكن تلقاهها يعني كثيرة الماركتين والفاينانس كاناليتيكس يعني فالحتة دي فيها فيها يعني كتير فهين بتتخصص ممكن على حسب زي ما قلنا الباكراون حقك يكون فارض عليك او تستفيد منه اذا انت مثلا جاي من HR ممكن تنشي الى HR اناليتيكس اذا انت تخصص ممكن تنشي هالفكير اناليتيكس الشغل بتاع المستشفيات برضو فيه شغل كتير فممكن اي نوع يعني اي مجال فيه اناليتيكس زي ما شوفنا قبل سويا في الى HR فعدك اتصال على حسب هذا انت شايف انها مناسبة لك ممكن تاخد او اكتر على حسب الحاجة المناسبة وبعدين بتبدأ تنشي ادبانست سكيل يعني انت او دي تاناليست عندك كل الباسيكس بتبدأ تمشي زي ما اقول تغرج اكتر في سكيل معينة في تول معينة كل التول دي فيها الليفل بتاع انك انت قادر تشتغل بعدك في ليفل اعلى فتبدأ في المرحلة دي انك انت تمشي تتخصص اكبر خلاص تبدأ يعني تكون محترف في حاجة الحاجة دي بتختار انت على حسب السوق على حسب لو انت كنت لقيت شغل مع جهة انه دي الحاجة اللي هم طيب المرحلة البعديها اللي هي الكارير ادفانسمنت اند منترشيب هنا حتبدأ تدفانس يور كارير دي اذا انت قردي كنت لقيت شغل حتبدأ زي ما قلنا تتخصص اكتر وتبني سكيلز اعلى على اساس انك تقدر تترجع او تلقى شغل تاني احسن اه الافضل برضو في المرحلة دي انك انت تلقى منتر زول يكون في المجال وقادر انه تغايد يو انك انت تعمل شنو مثلا شنو الحاجات المناسبة لك المنتر ده ممكن يكون زول معاك في الشغل البوس بتاعك مثلا او زول سينير او حتى ممكن يكون المنتر مشرط يكون شديد يعني من الناس بتاعتك نحن ما في خطوة اثنين قلنا الناس اللي ادامك بتسألهم انه والله يا اخي انا محتار في حتة دي ودائما خلي اسئلتك لما يكون عندك منتر خلي اسئلتك وتوري انك انت يعني ما تسأل اسئلة بديهية او اسئلة اجابت بتلقاها عادي في النت يكون سؤال بالجد محتاج لمنتر زول يكون حاجة مثلا لها علاقة يعني كسلان ما قادر حتى انك تلقى اجابة موجودة في النت او موجودة في اي مكان فدي هنا الحتة اللي بتبدأ فيها تطور نفسك مهنيا واكيد هتواصل في التعلم يعني زي ما شفنا انه كل التولز دي عندها منحنة تعلم انت بتبق تعرف البيسيكس وكل مرة بتغرج خلاص انه في تغييرات اصلا في الاندستر يعني قبل فترة بسيطة الAI تولز دي ما كانت موجودة فبالتالي في حاجات كانت بتاخد زمن اطول عشان تتعمل فبرضو من النصائح اللي أنا بديها في المجال ده انه الAI في الحتة بتاعت الاناندستر داخل بقوة فمهم انك انت تتعلم AI زي ما بيقول ونحنا كلنا بنقول انه الAI is not going to replace لكن what's going to replace you هو زول ثاني بعرف AI خلاص فانت كdata analyst زي ما شفنا قبل شوية في التوز الحاجة اللي انت ممكن تعمل كdata analyst without AI بتاخد زمن اطول من الزمن اللي بياخد زول ثاني بعرف AI فمهم انك انت تستثمر في تعلمك لل AI في ما يتعلق بال data analytics اذا تبدأ تتجرب leadership skills و استدلش expertise انك انت يعني تبدأ تشير الknowledge بتاعتك بتبقى انت زاتك زي ما قلت التايم فريم ده يعني ممكن يكون شوية طموح تبدأ انك انت تشير الknowledge او الexpertise اللي انت تعلمتها مع الناس التانين تبدأ يعني تبقى انت زاتك مثلا mentor لناس انه mentorship ما شخص يكون زول رهيب في المجال يكون بس قدامك بشوية يكون قدامك بخطوة بخطوتين يوريك وصل الخطوة والخطوتين دي كيف فمن هنا بعد تبقى عندك career track معين على حسب الشركة اللي انت شغال فيها بيكون شكل الترقيات واضح انك انت من junior سين من senior ممكن تحب تدخل في المجال بتاع data science ممكن ما يعجبك data science تمشي تتخصص في visualization اكتر ممكن تمشي data governance ممكن تبقى كده تاخد roles administrative في الحكة دي وهكذا فدل بداية دل حاجة اللي انت بتحتاج تعمله عشان تفش في المجال ومهم برضو تعرف ان المجال ده في العالم كله حاليا وان دمات فانت وغيرك كتير عايزين يبقوا data analysis وفي عدد كبير من الناس بيكليم ان هم data analysis او ان هم junior data analysis او ان هم شغالين في المجال فالمنافسة صعبة you need to stand out زي ما قلنا بال specialization وال certification دي الحالات اللي بتخليك standing out وطبعا شنو يعني مرات لما انت تكون junior خالص بتكون ميستك اعلى لانه الشركات بتكون عايزة ناس مبتدئين تدربوا مثلا او عايزة ناس ما يكونوا demanding in terms of salary او work terms او كده فرصك برضو في ال internships بتكون اعلى اذا انت زول مبتدئ انت زي ما قلنا كلكم خريجين فسكوا ال internships في internships كثيرة بتاع data analysis في منها المدفوع في منها المجاني لكن ما تتوقفوا يعني زول لو لقى internship في internships كثيرة online لو لقى internship في المجال بتعزز موقفه برضو بتديك خبرة اكتر فدي كلها حاجات بتساعدك انك تستاند out from the crowd في الحتة اللي انت بتاعت ال data وتسعى بعد ذاك انك انك انت تبدأ تخش بأي طريقة بس المهم انك انت تلقى role بتاع data analyst حتى لو ما كان اسمه data analyst ممكن يكون عنده اسماء تاني مثلا فالمهم انه يكون عندك خبرة في الدنيا طيب وصلنا لاخر حاجة ان شاء الله الزمن يكفينا اه الكيس تادي عندنا عندنا زمن كويس اه 25 دقيقة اه الكيس تادي بتاعتنا هنشتغل على data هي transactional data يعني شنو يعني including information about transactions هي معاملات المالية فيها information about the customer purchases اه including يعني product details اشتروا شنو والتاريخ بتاع الشراء يعني زي ما قلناه والtransaction value اه اللي هو الكمية والunit price بعدين ال customer ID والبلد الاشترومي ال data set دي هي data set مشهورة انا خطي لكم اللينك بتاع تحيط برضو من واحدة من الالاف ال data sets الموجودة في كاغو وكاغو ده هو منقع برضو يعني انت ك data analysis مفروض يكون عندك اه معرفة بيه هو مشهور اكتر حاجة بانه فيه بتقدر تتدرب عليه لكن برضو فيه اه مسابقات بتاعة فيه كاملة يعني ممكن انت حتى تشوفها وتشتغلها تضيفها للبرتفوليو بتاعك وهذا فدي ال data set اللي حنشتغل بيها ال case study ال data دي من شهر اتناشر 2010 لحد شهر اتناشر 2011 خلاص الشركة هي UK based و non store online retail يعني ما عندهم store بيشتغلوا online بتبيع هدايا وال occasion gifts و معظم ال customers بتاعنا wholesalers يعني بيشتروا بكميات ممكن تكون كبيرة ما individuals يعني ما بتبيع للعامة خلاص دي دي ناقي في اسئلة ظهرت تاقل ايوه طيب دي المعلومات عن ال data set ودي طبعا واحدة من الحياة المهمة انك انت تعمل في البداية انك انت تعرف ال data set شنو عشان بعدين هتفسر لك هتفسر لك جزء كبير من الحاجات اللي انت هتمر عليك ما حنشوف نتنا مع بعض ف الكيستة دي هتكون عملية فحنطلع من ال powerpoint هنمشي للتولز اللي حنشتغل بها طيب هنعمل شنو هنعمل exploratory data analysis eda عشان نعمل exploration لل data set وبعد ذاك هنعمل الاناليسيس بسيط نجاوب فيه على الاسئلة دي نعمل visualizations التي تب عليه هي what is the overall sales trend what are the top five customers by country و what are the top ten products by sales خلاص فا نمشي انا هنعمل share طيب نغير share اوكي طيب دي كده ال data اول ما تنزل من الموقع بيكون شكلها كده اول ما تعمل لها بتنزل ال data بالشكل طيب هتلقى انها فيها البيانات اللي قلناها ال invoice number stock code ال description ال product quantity ال invoice date unit price customer ID وال country طيب نمشي سريع ممكن نشوف حجم ال data عندنا فوق ال 540 الف data point يعني دي ده حجم ال data بتاعنا المص من اللون تقريبا فننكبر الخط عشان تقدم نشوف معي كويس تمام فدش ال data بتاعنا دي اول حاجة نفنا بنعمل بنشوف حجم ال data كم نشوف ال columns اللي عند نشوف اللي هي columns وال rows بتاع تمام فحنعمل data cleaning والحاجات دي لانه طبعا هي دي محدة من حيات most time consuming لكن هنعمل شوية عندنا نحنا ده هنا ال description بتاع ال product عندنا وعندنا لكن ما عندنا يعني مفروض نضرب دفي دي عشان نعرف انه كم قيمة الشراء للمعاملة دي خلاص فزي ما ملاحظين هنا مسلا ديل كلهم رقم الفاتورة واحد معناها ديل كلهم تم شراءهم في عملية شراء واحدة اوكي فحنجي هنا نعمل جديدة ونسميها sales مسلا sales دي هنعمل فيها شنو هنضرب ال quantity في ال unit price هذي كده بديني sales amount لما نعمل double click هنا كده لكل ال موجود طيب دي الحاجة الاولى الحاجة التانية زي ما ذكرت انه هنا ده مكتوب بالشهر واليوم طبعا بيبدأ بتاعه وانه الشهر اول بعدين اليوم يعني ده اتناشر شهر اتناشر يوم واحد ما اتناشر شهر واحد خلاص ممكن طبعا تغيروا الصوت بقطع اوكي طيب حسي كويس تعملني كويس اوكي طيب فهنا نحن عايزين نفصل التاريخ ده نفصل لسنة وشهر ويوم ما عايزين الساعة الزمن ما مهم بالنسبة لنا عايزين شهر وسنة وشهر ويوم لما نجي نعمل نقدر نعمل الاناليسس لمسلا مبيعات 2010 براها 2011 براها نحن عندنا سنتين بس ونقدر نعمل الاناليسس لشهور براها المبيعات بتاعت كل شهر وهكذا فدي حاجة من الحاجات انتنا ممكن نعملها حنجي هنا نضيف 3 columns واحد للشهر واحد لليوم واحد ل year month و نسميه week day يعطي يوم من ايام الاسبوع ونحن ما مهم عندنا هو يوم واحد ولا اثنين ولا عشرة عايزين نشوفه هو سبت ولا احد ولا اثنين عساس انه نقدر نقيم بعدين يعني في الاناليسس انه ياتوا ايام كان فيها مبيعات كتب و من هسي مثلا انا ممكن اقول لكم انه week day دي ممكن تقوم مهمة شديد ليه لانه نحن منتعامل مع هول سيلرز فالهول سيلرز ممكن يشتري في اي يوم من الام الاسبوع ما بتفرق لكن اذا كانوا ريتيلرز بتفرق معهم انه انت مثلا الاسطافل هتخطوا في المحل او الباكب للسيستيم او المهم لو في اي حاجة متعلقة بالجمهور المباشر لكن بس هنخطها هنا عشان نوضح الحياة دي تعمل كيف من انا طبعا ما حاشرح ان الحياة دي تعملت كيف لانه ما في مكان لاها ما في زمن لاها هنا اه في اسمها year بتدخل اي رقم بيديك بيعملك لكن اه حتضطر بعدك تعدل لانه هو يبقى هدي هنا year بعدين حتمشي لكل زي ما شعفين هنا هو شهر سنة 2010 فيها بس شهر واحد فانما نتمشي تحت كل لحظة يبقى 2011 طيب نحن اديت السلطة الكبيرة دي حتى تدعبنا في اوك انا وسأنا معلقة مدي طيب كده شغال كويسة طيب هنستخدم فورمولة مختلفة اسمها text اللي هي تحول لي value دي لي text طيب التكست الان عايزة شنو عنده عنده كود معين هو معان الام تلاتة مرات بديني اسم الشهر بديني اسم الشهر ناقص اللي هو المختصر على التلاتة حروف لو عملت ام اربع مرات بديني اسم الشهر كامل ديسمبر يعني فبرضو لما نكمل لكل الشهور حتقوم حتى تديني التكسيم ده كله في ديسمبر بعد ذاك حتى تديني في يناير وفي براير والسنة البعضية طبعا هي لانها كبيرة شديد فبس عايزة أوريكم ده يعني الويك دي بي نفسي الطريقة نفسي تاعة text هناخد دي وهنقول له عايزين الday اللي هو الكود بتاعه آآ دي تلات مرات فده يوم اربعاء يعني اليوم ده بيوافق يوم طبعا دي كلهم بنفس الفاتورة نفس التاريخ فحيكونوا نفس اليوم لحد دي ما بعد ذاك يتغير تاني في الايام التاني فكله دي المعاملات حكية يوم الاربعة اللي هو نفس نفسي اليوم هلاص فبرضو بعد ذاك هنا باقي الايام برضو مختصر عشان احنا بعدين في الفيجوليزيشن ما عايزين مساحة كبيرة طيب ده مثال للdata wrangling الممكن يتعمل انك انت تضيف آآ اسمها feature engineering الحمد لله اللاجئة طيب آآ انك انت تضيف Collins اسمها feature engineering انك آآ تضيف variables to create new variables من الضغط الموجودة عندك. هلopedia الطريقة دي أنك تقسم أنك تعمل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآء للسنة والشهر و طيب أبسط طريقة ممكن تعمل بها أو هي مش بسيطة صراحة أبسط طريقة ممكن تعمل بها noite في Excel هي الفيفت تابلز. الفيفت تابلز دي واحدة من الفيري باورفول تولز المفروض تتعلمك بتتعلم يعني في في آآ آآ اكسل. بتجي في اي مكان وبس عليهم معلق. اوكي. بتجي في اي مكان في الديتا سيت بتاعك. بتعمل انسرت لين? فيفت تابل. بيديك اوبشن انك تعمله في نيو ووركشيت. تمشي نيو ووركشيت. بعد ذاك لو عايزين مسلا اول سؤال كان عندنا انه عايزين نشوف السيلز هالترند اللي هو احنا عارفين انه يعني. فحنجي هنقول والله عايزين آآ بالسنة. في الكولمز وبالشهر في الروز. زي ما شايفين من شهر يناير لحد ديسمبر لالفين وعشرة ولالفين وعشرة. عايزين السيلز. بتاعك. زي ما شايفين شهر عشرة اساسا بس فيه ديسمبر ما فيه حالة تانية. وبعد ذاك شهر آآ السنة التانية. دي هسي في اقلة من دقيقة قدرنا نصل للتابل دي بسهولة شديدة. لو ما كنا عاملين الفيتر او بتاعة الشهر والسنة ما كنا حنقدر نصل للحاجة دي لعله ما مجسمة البيانات. فدي دي طريقة ممكن نخد السنة في الفيلترز وبالتالي دي كده التوتل وحتشوف انه هنا ديسمبر فيه والتوتل حق السنتين. بعد ذاك ممكن نختار انه والله عايزين آآ شهر آآ الفين وحداشر فقط. زي عالفين وحداشر فقط عشان شهر عشرة ده آآ الفين وعشرة ده في سنة واحدة. من هنا بنقدر نجي هنا نختار بيفيت شارت وهو آآ كوليم شارت لكن انا ما عايزة كوليم شارت انا عايزة لاين شارت لانه لاين شارت هو الانسب للترمز برضو بتشتغل لكن ده الافضل. ملاس? آآ كده بنقدر انه بسهولة معايزين لانه معروفة معايزين ما عايزين خلاص بعد ذاك في تعديلات بسيطة ممكن نعملها هنا معايزين هناجي هنا في الحتة دي عشان تكون اوضح هنعمل لها بالالاف تكون جراءة اسهل متين الف احسن من ازول يقعد يحسب فراس والاصفار وبكده قدرنا اصل بسهولة اه وزي ما شايفين انه والله انا بيعدي كانت ماشا كويس يعني شهري اربعة كان فيه شهر اربعة وشهر اتنين فيه انخفاض مع انه المفروض شهر اتنين يعني فيه مناسبة بيتستدعي الهدايا معارفة ليه منقفض اه بعد ذلك فيه شهر احداشر كانت طب مع خدالها عالوين وانشنو في ديسمبر مفروض كريستمس او فيه موسم بتاع هدايا كان فيه انخفاض كبير في السيلوز تمام فده كده بسرعة نحنا قدرنا نعرف الانسايد فحنبدو بعد ذاكتو انو ليه مثلا شهري اربعة وشهري عشرة شهر اتناشر وشهر اتنين كان فيهم انخفاض شنو الحال خلى التفايل يتحصل هل الهدايا نحن بنبيع دي ما ابروبريت للمناسبات دي فبيقوموا الناس التجار بيمشوا بيشتروا الهدايا بتاعت الفترة دي بتاعت المواسم دي بنحتة تانية ولا المشكلة شنو بنبدأ نتو انبستيجات من هنا دي كده الانسايد سنحن وصلنا ليهن تمام فده ممكن يكون مثلا اجابة السؤال الاول اللي هو السيلز تراند حنجي تاني نعمل بفت تايبل تانيه المرة دي عايزين نشوف الطوب كستمرز باي كونتري خلاص فحنجي نجيب الكونتري هلقوم حيروس ليكو للدول عن متعاملين معاها وطبعا هي اله الكمبني هي يو كي بيست آآ على حسب الديتا انه المنتجات الكستمرز في يو كي اكتر which makes sense يعني هنجي نشوف السيلز حكتهم وبعدين هنا نقوم نعمل ليه من الاعلى لالاقل اللي عاصل تكون مرتبة خلاص فزي ما شايفين انه هنا دي اعلى حاجة وطبعا هنا ممكن نعدل الحاجة نعدل الفورمات لانه نجي هنا في السيلز نعملها هي هتكون آآ هي هنا مفروض انها تاخد هنا في الفورماتينج بنجي بنعدل الشكل اللي دارين الحاجة تظهر بيو في النامبر فورمات او عايزين انها كيرمسي هي هنا دولار مش ما عايزين انها دولار يورو او هي بريطانيا ما بتستخدم الفاوند او ممكن لو عايزين زاده بيكون موجود يعني بس عايز شوية تبحث ونحن ما عندنا اللي هو وقتها انجلس او 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 طيب هنا كده نحنا دي آآ دي ال 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 مرتبين بالدول تمام او أو جينا من نفس realization. I accidentally stopped the show. Wاضح? طيب لو جينا من هنا عايزين طوالة نعمل هنقوم حانا هيحصل للآتي مسلا ده الكولم شارت هو مناسب للحاجة دي او ممكن حتى نختار البار شارت انسب لما نكون التكست آآ كبير بتدي مساحة اكبر للتكست هنا خلاص فهو بيكون انسب في الفعاليات دي فما عايزين ده وما عايزين ده ما عايزين تايتل ما عايزين ده حتجلقوا انه عشان يقوم يخد كل الدول هتبقى الحتة كراودد وبعدين لانه اساسا اليو كي فارق كتير من الباقيين يعني فيه هنا مبالغ صغيرة شديد فما هتقدر تصهر وفا يبقى الحتة كراودد فحنجي من هنا نعمل شنو نعمل فلتر باي توب تن خلاص ممكن ما نعملهم تن نعملهم فاي باي ايتم يعني الخمسة دول الاعلى باي شنو ده سمو فصيات كده بيدينا الخمسة الاوائل بس والشكل بيبقى منطقي اكتر حتى هنا ممكن مسلا نستغنى عن الاكسز وآلا نستغنى عن الهوريزونتل ونعمل لديتا كده لتكون اوضح تقدر تقراها يعني بسهولة فكده انحنا قدرنا يعني نصل للاجابة بتاعت منو هي الخمسة دول الاعلى في الاستيراد ممكن لو عايزين نعكس الترتيب نعمل لهم شورتنج بحيس انو يتعكس الترتيب هنا تمام فدي من الطرقة التانية من يعني الاستخدامات بتاعت احنا اه ما هنقدر نغطي كل التولز طبعا فانا حبيت ابدأ باكسل لانه اه يعني هو في نفس الوقت لكن زي ما لاحظتوا انه اه الهاندلين بتاعه للديتا شوية صعب بالذات لما الديتا تكون كبيرة فاذا كان عندك ديتا كبيرة بعدين هو عنده في النهاية المتاعي اه اذا كانت الديتا كبيرة الافضل تستخدم او 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 حتى برضو يعني اعلى شوية من من اكسل لكن برضو عنده لمت يعني فا اكسل مناسب للاستخدامات المتوسطة يعني عنده امكانية عن طريقة الpower pivot والحاجات التانية دي انو انت يعني تجيب ديتا كبيرة من غير ما تدخلها في اكسل وتشتغلك بنفس الكفاءة لكن دي تعتبر من advanced topics يعني في اكسل ما هنطبق لها سي فدي هنا مثلا top five countries بعد ذاك هنجي تاني للديتا نشوف نحن كان عندنا سؤال شنو top top 10 products هنجي تاني نعمل pivot table الجديدة المرة دي هنجيب ال description اللي هو ده فيه الوصف بتاع ال product خلاس وبعد ذاك ننجيب sales values ولو ملاحظين في حاجات فيها زيرو اللي هيدي بتكون اما فيها مسلا كان فيها مقاصة اللي هي فيها returns او كده او ما اصلا ما فيها units او يعني مهم فيها ممكن يكون يعني هي محتاجة كانت في الاول فنحن في البداية هنعمل سورتي هنعمل آآ value filter انه تكون greater than zero مسلا فاي حاجة زيرو ما هنطبتها بعد ذاك هنعمل لها من اللارجست فكده دي برضو ال product كتير شديد فنحن لو جينا عملنا لها اي نوع من تكون يعني صعبة انها تتشاف يعني لو عملنا برضو لانه الاسم كبير هنلقى انه برضو ما واضح نشير واللجند ملاس فدي products كتير شديد نحن ما محتاجين نعرف كل الحاجات عايزين نشوف بس المهمات كان عندهم على الحاجتنا هنجي هنا نعمل برضو نختار top ten top ten items by some of sales فدي كده بقية top ten items برضو زي ما قلنا لو عايزين نعمل لهم direct labeling عشان نشوف بالزبط كانت كم sales دي هي sales وكده بيكون شكلها اوضح ولو عايزين برضو نعمل مقارنة ممكن نضيف مثلا السنة في الـ series ده حيورينا انه في كل سنة هنا حنحتاج لجند انه الورنج ده الفين وفداشر والبلو الفين وعشرة ففي الفين وعشرة دي القيم بتاعها طبعا الفين وعشرة اصلا شهر واحد فدي واحدة من الحاجات اللي بنتكلم عنها انه المرحلة الاولة بتاعة الـ preparation للديتا اذا انت ما كنت عملت اساس منه او عارف انه آآ الفين وعشرة الديتا الـ included منها كانت بس شهر واحد فحتصل لـ conclusions خاطئة هتقول والله المبيعات في الفين وفداشر زادت بنسبة كبيرة جدا وده ما صحيح لانها شنو لانه اصلا هو الموجود كان مبيعات شهر واحد بس فممكن لو كانت باقي البيانات بتاعة الفين وعشرة موجودة تكون المبيعات في الفين وعشرة اعلى يكون في decline ما يكون في improvement آآ أو increase فدي واحدة من الحاجات برضو مفوض ننتبه لها طبعا هنا الفورماتس ما مزبوطة لكن يعني شوفنا كيف بنعدل الفورماتس عشان كده ما احنا عيدة تاني آآ المهم فدي دي يعني دي واحدة من الـ Excel ده كده شغل بتاعة اناليسس انك انت جيبت الديتا ما عملنا لها طبعا لكن عملنا شوية بعدين عملنا شوية اناليسس طلعنا عملنا بنقدر بعدين نكتب انه آآ هنعمل الـ يعني هنا برضو احنا مفروض مسلا كفلتر نخط نستفني الفان وعشرة لانها ممكن تلخبط الحسابات يعني ده كله تبعه الفان آآ حداشر ملاس فآآ او لو عايزي ممكن نضيفة برضو في الـ columns توضح انه كانت كده آآ لكن مع مع ملاحظة انه ضحك شهر واحد بس فالمهم دي الطريقة ان احنا بنشتغل بيها بعدين كل التشارتس والتيبلز والحاجات دي بتتعمل بتترتب في ريبورت او في داشبورد وبنرفعها للادارة والادارة هي بعدك بتتخذ القرارات المناسبة انه والله يا اخي المبيعات في الدول التانية دي ضعيفة او في دول نحنا مثلا نكثف جهودنا معاها في ناس بيشتروا مننا نحنا نديهم اكتر شكل القرارات اللي عايزين يتخذوها اصحاب الرأي او الـ top management في المؤسسة آآ طيب الـ exploratory data analysis احنا ما عملناها لكن هي باختصار انه ممكن تعمل آآ هنا ممكن نعملها بتورينا آآ يعني الـ frequencies لـ categorical data يعني ديل مسلا كل منتج ادباع كم مرة in terms of quantity مثلا وـ distribution بتاع الـ numerical data اللي هي هنا ما عندنا نحنا numerical data سيما بقوله representative يعني بشكل مناسب يعني الـ unit price ما حاجة يعني ممكن نعمل اللي هي اسمشنا نعمل ليها analysis لانه يعني ما بتدي ما بتدي insights كده كتيرا إلا لو عايزين نشوف انه مسلا اعلى اغلى منتج بيكلف كم واغلى منتج بيكلف كم يعني احنا من عندنا نعيات من point لحدة 18 فنشوف انه products دي يعني التوزيع بتاع الاسعار وكده فده بيتم في الـ exploratory data analysis آآ طيب كده نكون وصلنا لـ الحمد لله يعني شبه التزمنا بالزمن نكون كده وصلنا لنهاية الـ الورشة بتاعاتنا اليوم آآ لو في أي اسئلة نحنا ممكن ناخد تاني 15 دقائق كده نجواب على الاسئلة واتمنى تكون يعني المعلومات اللي أنا شاركتها معاكم اليوم آآ نكون عندها impact في الـ career choices بتاعتكم في الـ decision making عموما لأنه to influence the decision making بتاعكم في النهاية وشكرا لكم لاستماعكم ولصبركم ولمشاركتكم اليوم إن شاء الله طيب نفتح المجال للأسئلة لو في أي سؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة آمين يا رب وياكم تمام يبدو إنه ما في اسئلة شكرا لكم كلكم واتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة